ادعاءات تحقيقات ورد إجازم من اللاعب مسؤول الأهل براءة في حكاية زين الدين بداية أحمد كندوسي بيقول إن الأهل فرض وكلاء لعبين في صفقة زين الدين بالعيد وده كان سبب في فشل الصفقة الأهل بعدها بيفتح تحقيق في الأمر وبيسمع لكوندوسي في نفس الوقت بالعيد بيرد ويبرق الأهل ومسؤوليه تماماً يا طرى اللي دخل في زمم الناس هيعتذر ولا هيقول عديها وحصل خير يا أهلاً بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 حكاية وحكاية كبرت كبرت ليه هنعرف ايه أصل الحكاية هنعرف ايه اللي بيحصل في الحكاية دلوقتي برضو هنعرف بالتفصيل الممل جداً جداً مش هتملوا يعني بس هذا نقول كل التفاصيل إن شاء الله يعني كندوسي طلع وقال إنه الأهلي مسؤولي النادي الأهلي فرضوا وكلاء أو بعض وكلاء اللاعبين على زين الدين بالعيد اللعب الجزائري عشان ينضم للنادي الأهلي وده كان سبب في فشل الصفقة ده العنوان فالنادي الأهلي بعدها مباشرة أجرى تحقيقاته والنهاردة كان بيحق مع كندوسي وبيسمع من كندوسي موقف محترم برضو من نادي الأهلي إنه يسمع يعني ايه بقى الحكاية أول حاجة النادي الأهلي كان تفاوت كثيراً مع زين الدين بالعيد لدرجة إن كلنا قلنا إنه زين الدين بالعيد أصبح لعباً في النادي الأهلي قبل ما يحترف في أوروبا ده كان بناءاً على إيه؟ بناءاً على موافقة من زين الدين بالعيد موافقة من ناديه والأمور كانت خلصاناً فجأة سحينا منهم لقينا إنه اللاعب ما راحش النادي الأهلي وراح نادي في أوروبا ايه المشكلة؟ ايه الأزمة؟ وايه اللي حصل؟ من طاق طاق لسلام عليكم هتسمع الكسة دلوقتي بالتفصيل بالتفصيل أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي بناء على طلب من الجهاز الفني للنادي الأهلي على لجنة التخطيط اتفضل روح تفاوض على ضم زين الدين بالعيد فتحدث أمير توفيق مع اللاعب فاللاعب قال له ممكن تتواصل مع والدي تواصل أمير توفيق مع والد اللاعب والد اللاعب رحب جداً وقال له نحب نلعب ابني يلعب جداً في النادي الأهلي أكبر نادي في القارة الأفريقية ومن هنا بدأت المفاوضات المالية اللاعب كان لديه شرط جزائي في عقده مع النادي الجزائري شرط جزائي ده كان بحوالي 900 ألف دولار امشي معايا واحدة واحدة واسمع الأرقام وبالتفصيل الممل عشان تفهم الدنيا راحة إزاي المهم مش الموضوع والمفاوضات كانت ماشى بشكل رائع جداً وبين أنه الأهلي يدفع الشرط الجزائي لا بلاش ندفع الشرط الجزائي عشان نديه حرام يعني أنه ديه هيبقى متدايق فندفع رقم أعلى شوية مهم كده المفاوضات ماشى كده وبعد كده دخل في الموضوع وكيل اسمه علي كرماني الوكيل ده بعت لأمير توفيق الحاجات دي موثقة لأنه بعت على الوضع موثقة فقال له أنا وكيل اللاعب أرجو من النادي الأهلي أن يكون التعامل معي فسألوا أمير توفيق إيه اللي يثبت معاك أن أنت وكيل اللاعب فقال له أنا مفوض من اللاعب قال له آه إيه اللي يثبت فالراجل ما بعدش حاجة لأمير توفيق فأمير توفيق مفوض النادي الأهلي قال له أنا معرفكش مش هتعامل معك علشان أمير توفيق كمان لما راح لوالد اللاعب فوالد اللاعب قال له أنا بس المسؤول عن ابني عن اللاعب وما فيش حد تاني وكيله فبدأ يتعامل أمير توفيق مع والد اللاعب فيما يخص الأمور المالية الخاصة باللاعب ثم تدخل وكيل تاني بناء على طلب من والد اللاعب اسمه عبد الرحمن زيتوني عبد الرحمن زيتوني يملك من الأوراق الرسمية اللي تفيد أنه وكيل اللاعب وعبد الرحمن زيتوني يتعامل في مصر مع وكلاء لعبين منهم يحيى علي عادة دي نقطة كده عابرة الوكلاء المصريين أو الوكلاء العرب بيتعاملوا مع بعض بعقود مشتركة يعني ايه زبط لي هنا لعيبة من مصر ياخدهم عندي وانت زبط لي لعيبة من الجزار ياخدهم هنا ويبقى فيه ديل بيني وبينك فعادة دي بتحصل مع كل وكلاء اللاعبين اللي في مصر مع الوكلاء اللاعبين اللي في الوطن العربي وبرى الوطن العربي كمان فده بيحصل يعني تمام وفيدل الأمور ماشى كده وعلي كرماني اللي هو الوكيل مصمم إنه يتدخل في الصفقة والأهلي اللي بينوب عنه أمير توفيق هو ما يقدرش يتعامل مع علي كرماني إلا بأوراق رسمية وإلا هنا يودان أمير توفيق إنت زي تتعامل مع واحد بدون أوراق رسمية يبقى أنت هنا عندك مشكلة فالرهاجيل ما اشتغلتش معي فده الموضوع ماشي بشكل رائع جدا لدرجة أن اللاعب أرسل موافقته على الانضمام للأهلي النادي أرسل موافقته على شروط النادي الأهلي وكل شيء ماشى بشكل طبيعي جدا في اللحظات الأخيرة وصل لللاعب عرض من نادي أوروبي واللاعب كان مفوض اثنين واحد في المنطقة العربية وواحد آخر يشوف له عنديه في أوروبا فجاله عرض من أوروبا أقل من العرض اللي هيخده من النادي الأهلي فاللاعب كانت رغبته الأولى ودي كان قيلها للنادي الأهلي أنا لو جالي عرض من أوروبا هاختر أوروبا عايز أروح أحترف في أوروبا في اللحظة دي الأهلي انسحب من الصفقة بكل احتراب مع اللاعب واللاعب نفس الأمر وديك دليل أنه اللاعب ما عنده مشكلة وخلص الموضوع عند هذا الحد هوريك حاجة دلوقتي اللاعب نزلها على انستجرام عمل ستوري على انستجرام يبرق تماما كل مسؤول النادي الأهلي بين قسين أمير توفيق مسؤول التعاقدات تعال نشوف بص يا سيدي قالك بسم الله الرحمن الرحيم كنت أفضل السكوت وعدم الخوض في الجدال احتراما لزميلي وصديقي في المنتخب يقصد كندوسي واحتراما لكهان النادي الأهلي وجماهيره ولكن الحال يقتضر رد وبيان الحق وتوضيح الأمور النادي الأهلي لم يفرد علي أي وكيل وأنا من اخترت وفوضت من يمثلني والمفاوضات مع أمير توفيق صارت باحترافية وهو شخص محترم عدم امضاء للنادي الأهلي كان قرار شخصي لأنني فضلت الاحتراف في أوروبا ولم يكن بسبب أزمة الوكلاء مثلما يشع بعض الوكلاء تريد الاستياد في المياه العكرة وإقحام اسمي في مشاكلهم الراجل صاحب الشق طلع وقال لك أمير توفيق بريق الأهلي بريق الأهلي ما فردش علي وكلاء الكوميدي في الأمر كوميدي مصار سخرية أنه فيه ناس تقول لك لها لأ واضح أنه بالعيد مضغوط عليه عشان كده كتب الكلام ده يعني إيه مضغوط عليه طب يا عم يا سيدنا يعني إيه مضغوط عليه لاعب لوقتي بيلعب في النادي في أوروبا أنا حتى كبير ما مش تحت رحمة النادي الأهلي لاعب هو رغبته أصلا يلعب في أوروبا فأكيد دلوقتي مش هدفه أن ييجي النادي الأهلي فيقول أقول كلمتين زي دول لاعب خلاص بره الحكاية لاعب لو كان عايز يلعب في النادي الأهلي وحد بوازهاله من النادي الأهلي فهتبقى فرصة ليه عظيمة أنه يطلع يقول أيوة حد بوازهاله أو يسكت ماه لو سكت هنفضل نودي الاتهامات رايح جاي ويسيب الناس كلها تأكل فبعض ولا مليش دعو دي نقطة النقطة التانية وأرجو يكون كلامي مفهوم بالمنطق اللي هو إيه بحاول أتكلم بالمنطق أنا لا لايه لايه أنا الحمد لله يعني كل الناس بحبهم وأحب الناس كلها تحترمني بس أنا مليش أصدقاء يعني مليش أصدقاء في الوسط مش اللي هو أنا بعمل حاجة بجامل فلان ما بيفرق يعني تمام كلنا بنشترك في العمل وكلهم زماية الأعزاء بس نجي نفكر بالمنطق أول حاجة النادي الأهلي منظومة كلنا عارفين إنه منظومة يعني إيه يعني أي حد بيشتغل في المنظومة ده فهو تحت الرقابة وتحت المحاسبة وبيتشاف شغله يوم بيوم ومعروف بيحصل فيه إيه وأي حاجة هياخد فيها خطوات فالنادي الأهلي شايف يعني إيه يعني مثلا أمير توفيق عايز مثلا يستخدم بعض الوكلاء في مصر مثلا يعني لا أسباب غير شرعية مش أسباب يعني فيها مشاكل ملاي تموها النادي الأهلي شايف الإضارة شايفة لجل التحطيط شايف طيب خد المفاجأة دي المفاجأة لمحدش هيقولها هي حقيقة يعني أمير توفيق مدير التعقدات في النادي الأهلي في وجوده في النادي الأهلي تم 39 صفقة لصالح النادي الأهلي 39 صفقة دول عن طريق 26 وكيل لعبين 26 26 واحد ممكن بقى واحد خد له صفقتين ثلاثة عادي واحد تاني خد له صفقتين واحد خد صفقة بس 26 وكيل في 39 صفقة ماشي حط على جن يمشي واحدة واحدة بس هو لو أنا عايز أنا بقى مدير التعقدات في النادي الأهلي وعايز أتلاعب فالوكيل اللي جي قال لي أنا وكيل الله وهو معهش وراء رسم كان الشرط الجزائي في عقد اللاعب 900 أنا بقولك بقى دي رسالة على الواتساب 900 ألف دولار فجي قال لي أنا ممكن أخلصه لك يا نادي أهلي بمليون ومتين ألف دولار وأنا عايز أستفيد أنا مدير التعقدات في النادي الأهلي عايز أستفيد هقوله طب حلوة مليون ومتين ألف دولار بدأ ما ندفع 900 ندفع المليون ومتين ألف دولار دول أو ندفع مليون وخمسمائة ألف دولار ما هي المشكلة ما حدش ياخد باله واستفيد لاجد ده أنا شكيت فيه عشان أعرفت إنه شرط الجزائي 900 ألف ويجيب يقول لي أخلصه لك بمليون ومتين ألف دولار طب لو أنا عايز أستفيد تما ده أولى ونقول لي خليني بقى هذا لف حويل نفسي واروح لوكيل فيه من مصر وقوله روح يتعايد مع اللاعب وشوف له أجيل جزء وليف حويل نفسي ما أنا لو عايز أستفيد حط ده على جميع إزاي يا جماعة كلنا يعني بشكل عام أنا وإنت وكل الناس إزاي بنستسهل التشكيك في زمم الناس أنا لا أجرؤ لا دينيا ولا أخلاقيا ولا أي شيء إنه أقول إن الشخص ده زمته فيها مشكلة إلا لا يبقى معاه لا أجرؤ حتى لو ألف واحد قدامي قالوا لي قد بالك الراجل ده زمته مش قد كده هقول لهم فين الإثبات يا أخي ده احنا الألف بنقول لك ماشي فين الإثبات مش هصدق الألف مش هصدق المليون أدام ما فيش إثبات فإزاي يا جماعة بنستسهل الأمر ده دي نقطة نقطة المهمة بقى ودي محدش هيقولها بس هقولها أنا وأمر لله يعني هناك ناس حوالين النادي الأهلي خلينا أقولها بطريقة لطيفة قريبة من النادي الأهلي تدافع بحماس شديد وبحب شديد عن كل الناس اللي موجودة في منظومة النادي الأهلي يعني إيه يعني الله حد قال كلمة على عضو مجلس إدارة هتلاقي في مجموعة كده أطلع هتقولك إزاي ويطلعوا بقى إيه 80 دليل إنه الشخص ده ما عندوش مشكلة والله مدرب هندفع عن المدرب والله لعيب كلنا هندفع عن اللعيب هو ليه ما حدش تكلم عن أمير توفيق وتاني أنا مش حكاية أمير توفيق أنا حكاية الموقف اللي حصل ليه ما حدش تكلم عنه طيب سيبك من ده ما حدش تكلم عنه من جوه النادي الأهلي أو اللي حوالين النادي الأهلي الناس الدرع والسيف للنادي الأهلي ما حدش ليه دفع عن أمير توفيق وكأنه مش موجود في النادي الأهلي بس حد دي على جنب فيه بقى نقطة في منتهى 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 الأهمية وانت بقى لو مشجع للنادي الأهلي امشي ورايا فيها وانا هجيب لك فيها الخلاصة من أيام المهندس عضل الكوعي مرورا بهادي خشوة لمكمة يعني مسؤود شوية عن قصة التعاقدات والحاجات دي اي اسم انا مش فاكر الاسماء كلها لحد ما وصلنا لهيسة معرابي وبعد كده عصام صراج ولحد امير توفيق تمام لحد ما وصلنا الامير توفيق افهم حاجة مهمة جدا انا كريم لو شغال في التعاقدات النادي الأهلي هبقى راجل نجح هنرح باسم النادي الأهلي طيب لو انا فشلت ان انا اجيب صفقة معرفتش هجيب صفقة معينة فدعش النادي الأهلي قال لي لأ يعني ايه هقولك انا لو مديل التعاقدات في النادي الأهلي هيقولولي مثلا روح يا كريم هتلنا مهاجم من السنغال فروح تتفاوضت معاه في حاجة من اللي تيم ممكن تعطل الصفقة مدير فني يقول لا انا مش عايز الصفقة دي لغم النجل التقديد مثلا قاية تعال انه عايزاها او ان يحصل مغالاة في الرقم فمدير التعاقدات يرجع للنادي يقولوله لا احنا مش عايزينه بالرقم ده هو بقى هو مهاراته في التفاوض بس بيوصل مثلا لأقصى حاجة فالنادي الأهلي يقوله لا مش عايزينه مش عايزينه بالرقم ده وفيه العيد تاني هيروح يتكلم معاه او بقى يقوله مساء الخير انا فلان الفلان مدير التعاقدات النادي الأهلي وجاءت عائد معاك يقوله لا اهلي انا مضيت اللي بيمدي على طول ده اللي بيمدي على طول ده مش بيبقى شطارة مدير التعاقدات واللي ما بيمديش مش بيبقى فشل من مدير التعاقدات واحد عايز الاهلي وواحد مش عايز الاهلي او الاهلي مش عايزه من ايام عدل القيعي مع حفظ الالقاب مش شطارة ولا جمدنة ولا الكلام ده كله لما عدل القيعي كان بيمدي مع لاعب هو بيمدي مع لاعب اللاعب عايز يروح للنادي الاهلي ما أنا بقول لك أنا الشغال مدير التعقل في النادي الهنجح سهل يعني بسال خير أنا جايلك من النادي الاهلي هو مش عايز يعرف اسمي أصلي ميفرقش معاه ده ده جايلي من النادي الاهلي زمان وقت المهندس عدل القيعي جيت الأمور بتبقى أسهل ليه بقى انه مش بقولي ان هو ما اشتغلش ده واحد من أنجح الناس اللي اشتغلت في تاريخ النادي الاهلي بس برضو الأمور بتبقى أسهل في اللعيبة ما كانش بتبصي أول الأوروب وفي مصر كان الاهلي أكتر نادي بيدفع فلوس ده غير نواة أكتر نادي بياخد بطولات فالأولا هيجيلي يقولي هروح أنا لأي لعبة بقوله تعالى النادي الاهلي يقولي ماضي ماضيت معايك أول ده ليه سهل دلوقتي اللعيبة اللي بصص لأوروبا اللي بصص الفلوس أكتر موجودة حتى في مصر ممكن تبقى أكتر من النادي الاهلي ساعات بص لحاجات كتيرة أوش بص هلعب ولا مش هلعب زمان كان اللاعب تقوله النادي الاهلي ماضي على بياض دلوقتي فيش الكلام ده عصر وفلوس واقتصاد وعملية كبرت واحنا كمان انفتحنا على العالم أكتر والعالم بقى يشوفنا أكتر زمان كانش فيه انترنت كانش فيه فيديوهات بتتبعت فيه أمور بايت أسهل دلوقتي ان احنا نشوف بعض لكن أصعب جدا في المفاوضات جدا فبصراحة شديدة أنا النهاردة خدت على نفسي طوعية طبعا انه طلع أقول حرام يا جماعة يعني حرام نضرب في زمان الناس بص من حقك انك تقول الراجل ده مش بيشتهل كويس مش بيتعايد مع العيبة جمد كان ممكن يبقى يعمل أحسن من كده مشي تعدي تعدي بغم ان انت بيبقاش عندك الأمور كلها بس تعدي لكن انك تقول على حد من عنده مشكلة في الزمة المالية بتاعته حرام حرام إلا إذا معاك دليل معاك دليل طلعه وأنا وراك همشي معاك معاكش بقى مش هينفع نقول ومش هينفع أمشي معاك في القصة دي خالص دي حكاية تعالى أقول لك كواليس جلسة أحمد الكندوسي النهاردة في النادي الآلي التحيي مع أحمد الكندوسي حصل فيها إيه؟ يلا بينا كندوسي حضر إلى النادي الآلي الساعة واحدة برفقة وكيله نصر يحيى من أجل الاستماع إلى أقواله في التصريحات التي قادل بها وحضر الجلسة محمد رمضان المدير الرياضي وزكرية ناصف في هدو لجنة الكرة لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كيليوباترا اعتذر عن حديث حول أزمة الوكلاء في الإعلام وأكد أنه لم يقصد الحديث بهذه الطريقة محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي طلب من الكندوسي الحديث عن ما قاله في الإعلام خلال جلسة الاستماع والإدلاق بكل أقواله وما لديه من معلومات الكندوسي قدم فلاشة بها العديد من التسجيلات للوكلاء وأوراق من الفيفا ضد الوكلاء وتثبت صحة التصريحات التي قادل بها في الإعلام تواجد علي كرماني وكيل زين الدين بالعيد في الجلسة عبر زوم مرتين وأدل بأقواله بما حدث معه خلال مفاوضات الأهلي مع اللاعب بالعيد وأكد مقاله الكندوسي مشددة على أن المفاوضات مع الأهلي استمرت أربع شهور الكندوسي عرض أسماء الوكلاء المتحكمة في سوق الانتقالات المصري وتحديداً للأهلي وتمسك بمقاله في الإعلام أن اللاعب إذا أراد الانتقال إلى الأهلي لابد أن يدخل النادي عن طريق وكيل بعينه وأن هذا ما حدث معه اللاعب خلال جلسة الاستماع أكد أن سبب فشل صفقة بالعيد هو فرض أحد الوكلاء على زميله الجزائري وهو الأمر الذي رفضه زين الدين ليتعصر انتقاله للأهلي تم إعداد تقرير كامل بما حدث في الجلسة من أقوال الكندوسي ووكيله بالإضافة إلى أقوال علي كرماني ووكيل زين الدين بالعيد لتقدمها لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب جي لحكة عايز رأيي في الكصة دي كندوسي بلطان من ساسه لرأسه أدب معاك في الأشياء ومعاك إزبادات وبعاك كلام ومعاك حاجات النادي الأهلي ده نديك روح قول لناديك أنا عندي معلومات بتقول واحد اتنين تلاتة اربعة هتقول في الإعلام تلاتة انت الخسران في كل شيء في كل شيء بصراحة ما اعتقدش ان الكندوسي هيبقى عنده فرصة كبيرة يلعب في النادي اهو معارض لطاة الكتيرامية كيلو بطرة ما اعتقدش ان هيبقى عنده فرصة كبيرة انه يلعب في النادي الأهلي في المستقبل طيب بحسب مسؤول في النادي الأهلي في اتجاه قوي جدا داخل النادي الأهلي ده اللي كنت بقولولك ان هما يعرضوا احمد الكندوسي للبيع للبيع بحسب مسؤول النادي الأهلي قالنا انه بعيد عن التحقات مع اللاعب وما حدث في جلسة الاستماع ولكن في شبه استقرار على عرض اللاعب للبيع وفك الارتباط معه بعد ازمته الاخيرة اللي اسائت للنادي وبعض مسؤوليه ده اعتقد القرار الارب بصراحة وفي حاجات كده بصراحة الموضوع مستفزني جدا جدا يعني حرامة جماعة استسهال الهجوم على فكرة في حد دهو بيفرج عليها دلوقتي يقول لي لا ام اسكوبان انت مش فهم حاجة يا ام اسكوبان انت مش عارف اللي بيحصل جوا لا 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 انا في حاجات انت لو عرفتها بكتش هتقول الكلمتين دول عرفت بس عرفني بالدليل ما تعرفنيش تقول لي ايه انت عارف امير والاهلي وفاكر عدلك ومش عارف مين وكانوا بياخدوا ايه وبيعملوا ايه اديني دليل وانا في ظهرك مش بس مسؤولي النادي الاهلي اي حد في الدنيا يا جماعة موضوع بسيط هتلعب في الزمة المالية ادي دليل هتقول بقى اصده بيشتغل حلو بيشتغل وحش لا ده جميل لا ده مش جميل براحتك اعنسامين تقاض براحتك سوى بقى كنت صحة اولاد بس ده براحتك لكن دي مفهاش براحتك مش باستسهال كده طيب كابتن محمود الخطيب النهاردة رئيس النادي الاهلي طبعا عقد جلسة مع اللاعبين في حضور الجهاز الفني وكابتن محمد رمضان طالب خلالها اللاعبين باغلاق صفحة خسارة السوبر الافريكي قال لهم ان احنا نركز في اللي جاي واللي جاي بالنسبة لنا سوبر محلي ومباراة العين الاماراتي هو قال لهم هيبقى فيه سياسة عمل جديدة كابتن محمود الخطيب قال لهم هيبقى فيه سياسة عمل جديدة ولائحة من خلال كابتن محمد رمضان هيكون فيها كافة الصلاحيات ليه في الملف الإداري كمان قال لهم او تحديدا كبار النادي الاهلي طلبهم الكابتن محمود الخطيب بتفعيل دورهم اكتر في مساعدة زملائهم لتخطي المرحلة دي والعودة من جديد لطريق الانتصارات والاستقرار كابتن محمود الخطيب كمان اكد اللاعبين النهاردة ان غضب الجمهور امر طبيعي خاصة انهم تعودوا على الانتصارات وانه خسارة السوبر الافريقية خلت الجمهور بطبيعة الحال يهاجمهم وانهم دلوقتي اصبحوا مطالبين باستعادة ثقة الجمهور بالفوز بالسوبر والفوز على العين في كأس الانتر كونتنينتر كلام محترم وفي دعم وفي مسندة في نفس الوقت في كلام قوي جدا للعبين بس عادي يعني كابتن محمود الخطيب شخص مهزب حتى في عصبيته او غضبه هو انسان مهزب فاتحدث مع اللعبين بهذا الادب ووصل لهم رسائل بين السطور اكيد لعبة النادي الاهلي عندها ضغط جبير جدا من الجمهور قبل من ادارة قبل ادارة الاهلي بكل تأكيد يعني نهار ده كابتن محمد رمضان عمل جلسة مع لعبي النادي الاهلي في اول مران للفريق بعد انتهاء فترة الرجل وده كان اللقاء الاول ما بين كابتن محمد رمضان واللعبين كابتن محمد رمضان خلال الجلسة قال لهم واكد لهم عشان الكلام الكتير اللي بيتقال مارس الكولر هو المدير الفني مسؤول عن الملعب بالكامل وقال ان فيه ليحة انا اللي هبقى المسؤول عنها بالكامل العدل والالتزام هيكون مع كل اللاعبين وده المبدأ اللي هيطبق مع الجميع قال لهم ان المشاعر في العمل بتضر بتضر الجميع يعني واحنا كلنا علينا ان احنا نكون ملتزمين باللوائح وتطبيقها قال لهم لاعب الكرة دايما لابد ان يلتزم وقال لهم بقى النقطة المهمة السهر يكون في حدود في حدود وكل لاعب ملزم تماما انه يبقى ملتزم حفاظا على اسمه وسمعة نادي قال لهم كمان عشان دي برضو من الحاجات اللي بتالع الكابتل محمد رمضان انا مش جزار قال لهم انا مش جزار انا هدفي بس وضع النظام نمشي عليه كلنا من اجل الصالح العام وصالح الفريق ده كلام الكابتل محمد رمضان للعبي النادي الاهلي النهار دي حكاية علي معلول علي معلول بحسب معلومة من النادي الاهلي من مصدر مسؤول في النادي الاهلي قال لنا ان قيدة تونسي علي معلول في يناير القادم هيكون في حالة وحدة فقط وهي رحيل بيرسيتاو او ريدا سليم في فترة الانتقالات الشتوية بحسب مسؤول النادي الاهلي قال لنا ان الاولوية في الوقت الحالي هي التعاقد مع مهاجم اجنبي وانه في حالة رحيل تاو او ريدا سليم في يناير هيتم قيد معلول وان كان تاو يعني هو الاقرب للرحيل في زل ان عقده متبكي فيه فقط ستة اشهر لما يبقى يناير يعني متبكي فيه ستة اشهر فقط ويمكن ترضيته والموفق على فك لمزيد من الوقت وعدم جازيته قد قد يتم توجيه الشكر له وتنظيم احتفالية كبرى طاليك بما قدمه مع النادي الاهلي انا بكرر القصة دي اكتر من مرة بس اقولها لكم للمرة المليون الاهلي لن يترك علي معلول الا وهو راضي تماما مش هيرمي علي معلول بالبلد مش اللي هو تصبط يلا يا حبيبي العب بعيد ما فيش الكلام ده الاهلي يقدر تاريخ علي معلول اللي عملوا مع النادي الاهلي ويعتبروا واحد من اساطير النادي الاهلي فخروج علي معلول من النادي الاهلي هيكون خروج كريم سواء كمل الموسم ده مع النادي الاهلي لعب موسم اخر باي شك ملعبش وما كملش هيخرج خروج يليك بي لا قلق من هذا الامر تماما طيب لعب النادي الاهلي والجهاز الفني النهاردة عملوا حاجة ظريفة اوي اوي يعني لعبي فريق كورة اليد والجهاز الفني اللي توجه ببرونزية كاس العالم لليد النهاردة وفي حضور الكابتن محمود الخيب لعبت الكورة عملوا لهم ممر شرفي عملوا للعبي كورة اليد ممر شرفي وتصوروا معاهم ومستقبلوهم في ملعب التتش وكان المنظر حلو اوي 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 ورود وحاجات ولقطة حلوة يعني لقطة حلوة لعبت الكورة مع لعبت اليد شيء محترم جدا من فريق الكورة وطبعا كالعادة في القيادة كابتن محمود الخطيب طيب هذا عن النادي الاهلي ماذا عن نادي الزمالك وتبقى التصريحات يا شوف كندوسي عمل حكاية في النادي الاهلي بتصريحات نحية تانية كابتن هشام ناصر نائب رئيس نادي الزمالك برضو عمل حكاية بس من نوع اخر كابتن هشام ناصر طلع وقال انه زيزو طلب فوق الستين او السبعين مليون جنيه عشان يجدد تعاقده مع نادي الزمالك وعادة الحاجات دي ما بتتقلش في الاعلام يعني الارقام دي ما بتتقلش في الاعلام بس او قالها يعني قال الحكاية تصريحات دي ازعجت والد زيزو اللي هو وكيله يعني ازعجته جدا وطلب توضيح من الكابتن حسين لبيب وقال له نصا قال للكابتن حسين لبيب نصا والد زيزو قال للكابتن حسين لبيب التالي لو مش موافقين على مطالبنا قولنا بشكل نهائي عشان نعمل حسابنا وناخد خطوات بعيد بعيدا ان احنا نتحط في مواجهة مع الجمهور او مع الاعلام والد زيزو قال للكابتن حسين لبيب ان ابنه ضح كتير وعلى الال ما ينفعش يتقال عليه كده في الاعلام خاصة ان زيزو ما استغلش اي نجومية ليه اثناء التفاوض في المقابل المحترم المحترم بقرارها دايما يعني كابتن حسين لبيب اكد لوالد زيزو ان هناك جلسة هتعقد وهيتم من خلالها حسم الملف نهائيا في يا جماعة الموضوع بتاع التصريحات الاعلامية دي خطورتها ان عاملة زي الطلق كده لما بتطلع خلاص هتصيب ما بترجعش الكلمة مسئولية الفكرة كابتن الشام ناصل من الشخصات المحترمة جدا بالمناسبة يعني جدا بس خطيرة يعني ممكن فجأة تلاقي نفسك روحت بحيطة تانية خطيرة ممكن تلاقي زيزو ما سيقول لك لا والله انا خلاص مش عاجبني كلام ده انا حاس كده هبقى في المواجهة مع الجميل طب انا مش حسن مثلا يعني اغمالية تبقى وقت خطوات لقدام اقول لك الحكاية دلوقتي بالنسبة لزيزو ايه وهقول لك توقعات الحكاية بالنسبة لزيزو 50-50 يكمل مع الزمالك او يمشي توقعات 50% انه يكمل مع الزمالك دي هتزيد جدا نعمل اللي جاية وانا اتصور واتوقع عن نادي الزمالك مش هيسيب زيزو وزيزو عنده رغبة انه يكمل مع نادي الزمالك طيب اكريم 60-70 مليون جنيه في الموسم ايه الارقام الكبيرة دي بالعقل كده بالعقل كده الراجل ده بيجي له في الموسم 200 مليون واكتر في دوريات خالجية 200 مليون في الموسم واكتر فلما ايجا اقولك انا عايز 60-70 مليون في الموسم ده اقل من 50 في المياه من اللي هاخده بر طيب بلاش دي نوعية زيزو ده لو هو لعب افريقي مثلا ولا لعب اجنابي وحبيت تشتري هتدله في السنة كام على الاقل 2 مليون دولار لو بنفس النوعية والكواليتي ده على الاقل هتدله 2 مليون دولار في الموسم يعني هتدله كام حوالي 100 مليون جنيه في الموسم فالرقم برضو يعني في القريب ودي الارقم اللي بقيت تدفع خلاص اصلا ده الواقع يعني اول انت الرقم يخدك طبعا ايه الرقم ده وليه عايز ياخد الرقم يا عم اولوك احنا بنحسبها ازاي يعني يا عم لو اخد 20 مليون جنيه يعني مش يبقى مبسوط يعني لو اخد 10 مليون جنيه مش يبقى مبسوط 10 مليون جنيه دول يعملوله ويعملوله لا انا راجل مدتي في الكورة مثلا 3-4 سنين في البيك وبعد كده مش ياخد فلوس اصلا نايا حت فاخد امتي دلوقتي يعني انا مقيم سعري بكذا فاخدهم ببساطة يعني مش لازم بقى ياخدهم بالزبط من نادي الزمالك يعني مش هو مثلا في الخليج 20 مليون جنيه فيقول لي الزمالك يا دي دوني 20 مليون جنيه او لا بنقرب المسافات الزمالك ادك كتير قوي وانت اديت للزمالك فتعالا نشوف حل وسط كده بس وسط لحد يخسر من الاتنين وان كان نزيزه في كل احوال بحزبة فلوس خسران بس كذبان حاجات تانية بقى اسم الزمالك جماهرية الزمالك عش جمهور الزمالك ليه استريوتو اللي بقت في نادي الزمالك فيه تفاصيل تانية بياخدها مع الفلوس طيب بحسب مسؤول ايضا في نادي الزمالك اكد لنا ان فيه خلاف في وجهات النظر ما بين مسؤولي نادي الزمالك وجوزي جميز بسبب سيف جعفر ايه الحكاية جوزي جميز مش مقتنع بسيف جعفر وطالب برحيله عشان يحصل على فرصة للمشاركة اساسية اللاعب رافض انه يرحل عن الزمالك واكد تمسكه بالفرصة لكن جميز طالب اعارة اللاعب واللاعب رفض الامر تماما وطالب انه يبقى بيعه نهائي لو هيمشي من نادي الزمالك مسؤولي نادي الزمالك بقى بيحاولوا دلوقتي يقنعوا جميز انه اللاعب يبقى جميز دي الحاجة الوحيدة اللي مدايقات هو نادي الزمالك بجيبلك من اخر انه في حاجات ما بقاش عايزها وبيتقال له حاول وجرب خد مشلاك هينفع كمل مع سيف ماشي في حاجات هو بس ما بقاش عايزها قوي احيانا بيبقى فيه ضغط عليه انه يعملها احيانا مش طول الوقت دكتور محمد وساما رئيس الجهاز الطب بنادي الزمالك ساما مالك قال ان الطبيب الالماني اللي هيجري العملية الجراحية للونش اطلع على الخطة التأهلية والتدريبات لللاعب في جميع مراحلها بالاضافة للقياسات الطبية والبدانية اللي خضع عليها المدافع الدولي خلال الفترة السابقة وساما قال ان الطبيب الالماني ابدأ اعجابه بالبرنامج اللي خضوا اللاعب والنتائج اللي حقا وطم وضع خطة للونش من اجل المشاركة تدريجيا في التدريبات الجماعية ستبدأ بعد عودته مباشرة الى القاهرة طبيب الزمالك قال ان مشاركة الونش في التدريبات الجماعية هتكون بشكل تدريجي وفقا للنظم علمية وانه ده هيحصل بعد 4 ل 6 أسابيع بعدها هيكون اللاعب جاهز للمشاركة فيه المران الجماعي بشكل تامي احنا نتكلم تقريبا احنا قدامنا شهر ونص ونشوف الونش تاني منور في الملعب واحنا من اهم المدافعين في مصر وبنا يا ربي يشفيه ويعفيه شهر ونص ويرجع مرة اخرى الونش بإذن الله النادي الزمالك ويرجع لمنتخم مصر نهاردة النادي الاسماعيلي فضل الاشتباك النادي الاسماعيلي فضل الاشتباك كصص وحكايات شوية حلم طولان مع حفظ الألقاب طبعا شوية شوق غريب وراح للأصل راح للرجل اللي كان شغال مع رحمة الله عليه الكابتن إيهاب جلال هو قدرى الناس بالفرقة دلوقتي قدرى الناس بظروف الفرقة دلوقتي راح للكابتن كبير كابتن حمد إبراهيم واعلن رسميا اليوم تعيينه مديرا فنيا خلفا لرحمة الله عليه الكابتن إيهاب جلال وهيبقى معاك كابتن أحمد حسام وإحمد الجمل ومصطفى كمال وإحمد سامح ومحمد عدلي في الجهاز المعاون معايا عبر الهاتف فالانك كابتن كبير كابتن حمد إبراهيم المدير الفني للنادي الإسماعيلي يا كابتن حمد مشرف ومنور كالعاد ربنا خليك أكيم وربنا بارك فيك وإديك الصحابي تهانين على المهمة الجديدة المهمة الصعبة بكل تأكيد يا كابتن حمد والله خير كل خير الحمد لله رب العالمين يعني النادي الإسماعيلي يستحق كتير مننا ويستحق تضحيات كبيرة جدا من كل ولاده ويا رب يكون نقدر نعمل الحاجة اللي تسعد الجماهير وتسعد النادي لأن الوضع يعني السنة اللي هي بقى وضع انت عارفي يعني شائق شوية كريم لكن ازاي نعدي بالنادي بتاعنا لبر الأمان ده يبقى مساعدة كل الناس وتكاتب كل الناس والجماهير الكبيرة المحبة للنادي دي أهم حاجة وضلع مهم جدا في المنظومة هم اللي هيقفوا وراء الولاد دولة وهم اللي هيشدوهم ويأزروهم فدي حاجة مهمة جدا يا كريم إن شاء الله وانت كنت موجود مع رحمة الله عليه طيب الزكر دايما الكابتن الكبير كابتن إهاب جلال كانت المهمة شقة وصعبة جدا بمجموعة من اللاعبين كانوا شباب ودلوقتي بقوا نجوم وراحوا الفرق وراحوا الفرق دي وهم نجوم دلوقتي كانوا بيلعبوا مع النادي الإسماعيلي الفرقة فدي منها عدد كبير من اللاعبين المهمين في إيقاف كد الوضع ده هتتعامل معاه زي يا كابتن حمد والله يعني زي بقولك كريم هو ده الوضع اللي موجود وده اللي احنا نتعامل معاه يعني عندنا مجموعة من اللاعبة وينضمونها مجموعة من الشباب إن شاء الله نعمل نكس يكون يعني يقدر يشيل الكلام ده كريم لكن مهم جدا يبقى عندنا ثقة في اللاعبه ديت واللعبه نفسها عندها ثقة في نفسها وهم الحمد لله يعني مؤدي الكلام دوت وإن شاء الله ما يبقاش كلام ده اللي محتاجة مجهود كبير جدا يا كريم من كل المنظومة زي مؤتلة اللاعبه محتاجة تعمل مجهود كبير جدا ويبقى مركزين بشكل كبير جدا المجموعة اللاعبه الكبار الموجودة لازم يكون هم متحملين مسؤولية الولاد الصغيرين اللي معاهم والولاد الصغيرين لازم يبقى عندهم من الطموح إن هم يقدروا يثبتوا نفسهم إن هم يلعبوا في نادي كبير زي النادي العيلي فكلها حاجاتها كريم هو مرتبطة ببعض لكن في الأول وفي الآخر هو محتاجين توفيق ربنا ودعم الناس ومجلس الإدارة يعني يبقى فيه زي ما هو شغال وزي ما هم البشارة النصر يعني بيحاول يعمل أحسن حاجة للنادي مع مجلس الإدارة فيا رب إن شاء الله يبقى توفيق ربنا إن شاء الله التدريب الأول إمتى كابتن حمد؟ والله كان النهاردة كريم الحمد لله النهاردة وإن شاء الله بكرة عندنا فترتين صبح وضع الظهر يعني الأمور ماشية في الشكل العادي إن شاء الله مش عايزة رجعك لحاجات صعبة بس التدريب الأول دون كابتن إيهاب جلال كان عامل إزاي؟ والله أصعب حاجة كريم أصعب حاجة وأصعب موقف مرة علي النهاردة يعني إنك تدخل المكان يعني كان معي كابتن إيهاب مرتبطين لأنه أكتر من 14 سنة مع بعض في شغل وإنك تخش بقى وإنك مش موجود معاك موقف صعبة كريم لأن أحداث كابتن إيهاب معانا أحداث كبيرة جدا وأحداث كثيرة جدا وهو فعلا طيب الزكر أنك دايما ما بيتلاقيش حاجة غير أنك تذكر سيرته الطيبة وإخلاقه قرمه وجات عنته وشهامته مع كل الناس خد بالك مش معانا إحنا بس معانا إحنا زيادة شوية لأن كنا إحنا مرتبطين بـ 24 ساعة على مدار 24 ساعة دايما الأحداث مرتبطة بيننا يا كريم يعني ربنا يرحمه ويغفر له ويسمحه وتجاوض عنه يا رب وإن شاء الله نقدر نكمل الحاجة اللي هو كان بيحبها وكان بيتممها دايما كان يقول لنا أنتو أحسن حاجة أنتو لازم تكملوا أنتو لازم تشتغلوا أنتو لازم أنا بيت بعتمد عليك كان بيقول كلام يمكن الواحد لما بيفتكره دلوقتي الواحد بيتمنى لحظة يبقى هو معانا لكن أكيد هو في مكان أحسن من اللي إحنا فيه ويا رب إن شاء الله يكون في أحسن حاجة هو إن شاء الله ويكون ربنا كده استفاوي يبقى في العليين وفي جناته فإن شاء الله خير إن شاء الله يا كابتن حمد أتمنى لك يا رب كل توفيق كابتن حمد إبراهيم المدير الفاني الجديد لنادي الإسماعيلي بشكرك شكرا جزيلا هلست مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل هيكون معايا واحد من أفضل حراس الدوري المصري في السنوات الأخيرة كابتن الكبير كابتن محمد بسام حارس مرمى السيراميكا كيبيباترا خليكم معنا بص هو تروح حراس تيجي حراس تلاقي ناس بتتكلم عن الحارس الفلاني إنه كويس قوي شوية الموسم ده يقولك والله عمل مطشين تلاتة كويسين تلاقي ناس تقولك لا والله الحارس ده ما ينفعش خالص هو بقى ثابت يعني دايما في حتة جيدة محمد بسام واحد من الحراس اللي دايما الناس بتشيد بيهم ما تسمعش مرة ناس مثلا أو تلاقي حد يقابلك يقولك لا بس محمد بسام ده حارس مش كويس أو يقولك مثلا محمد بسام بيمر فترة صعبة هو محافظ على وضع قائم إنه دايما مميز ودايما رائع جدا في كل الأماكن اللي اشتغل فيها تحديدا في طرق الجيش ومؤخرا في السيراميكا كيبيباترا شرفني ونورني النجم الكبير محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كيبيباترا كابتل محمد منور ربنا خليكا كريم عامل ايه الحمد لله والله زال فت كل أمور كويسة الحمد لله قلت بس كلمتين كده في الأول لا ده محقق كتير علي وأقلم الحقق كمان وأقلم الحقق إنت حكاية في الدور المصري أنا مكنش بقولك جملة داية حتى اللي هو مجرد مجاملة بس دايما المستوى ثابت وطول الوقت الكلام على محمد بسام أين هدي عايز حارس شوفه محمد بسام المنتخب عنده أزمة حراس المرمى شوف محمد بسام ورغم كده هكلمك بصراحة في الأول يعني بحاس محمد بسام مش واخد المكانة اللي يستحقها يعني أنت حاس بيه بقى يعني أنا حاس نفس الحساس اللي أنت حاسه دا طبعا بس في الأول في آخر الحمد لله يعني هو أنا راضي بأي حال من الأحوال يمكن زي ما أنت بتقول أنا بشتغل وبتمرن كويس وبتعب واكتهد وبركز علشان أوصل للهتة اللي أنت بتقولها دي يا كريم آه أنا مش ممكن في وقت من الأوقات آه ما فيش حد دايما بيبقى في الطوب فورم فيش حد بيبقى تحت بس فيه حتة معينة بالظبط ما تريداش تنزل عنها الحمد لله يمكن أنا قادر أن أنا أحافظ على الحتة دي فبالنسبالي أنا بعمل علي يعني أنا بشتغل زي ما قلت لك وبحاول لأنا في أي مكان وفي أي حتة وفي أي وقت ببقى مركز فيه جدا علشان أفضل محافظة على الحتة إن أنا مستوية ثابت آه ممكن يحصل شوية حاجات لكن ما بتوصلش لمرحلة الضائعة أنت دلوقتي مرتاح في السراميك جدا الحمد لله مبسوط جدا التعامل مع الجهاز الفني ومع اللاعبين وإحساسك بالفرقة دلوقتي والله يمكن نادي سراميكا يعني ممكن أنا مخرجتش من نادي الجيش أنا عدت في نادي الجيش خمستاشر سنة أيوة أول خروج ليه كان على نادي السراميكا يمكن الحمد لله يعني كان ربنا موفقني جدا واختر لي مكان يعني محترم جدا الناس بتعامل باحترام في استقرار الإدارة موفرة كل حاجة للعيبة والجهاز الفني اللي موجود يمكن بعد سنتين الحمد لله في النادي محصلش فيه أي مشاكل ولا مادية ولا حتى فنية ولا أي حاجة من الحاجات دي فدي بتساعد جدا على أنك تبقى مرتاح في المكان والدنيا الحمد لله في سراميكا يعني الدنيا كويسة جدا والاستقرار فيه بيخليك سنة عن سنة بتحاول توصل لطموح مختلف يمكن الحمد لله احنا بقى سنتين أنا بعد سنتين في النادي يمكن الحمد لله قدرنا ناخد كسر ربطة مرتين وربعة وبرضه أنا مش مع نغمة الناس اللي بتقولك إن كسر ربطة الناس ما بتلعبش بالأسين لا يمكن ماشي ممكن النسخة اللي فاتت آه ممكن شوية الناس كانت بس بعيدا عن الأليو الزمالك الأندية في النسخة التانية دي بعد ما شافت إن البطولة دي بتوصل لصوبر وبتلعب صوبر من ماتشين فالموضوع كان صعب جدا ما كانش فيه فرقة بتلعب بالاحتياطي ممكن لو تفرجت على الماتشات كلها كل الفرقة بتلعب بالفرقة الأساسية غير بقى طبعا لعب لأليو الزمالك اللي هو أصلا ما دخلوش البطولة واللي هم أصلا دايما بيبوا في المنتخب فمعظم الأندية بتبقى تقاوم الأساسي موجود وبعد خمسين سنة بيقولوا والله دي قايمة اللي شاركت مع سرمية كلوبطرة في حصد اللقب والناس ما بتفتكرش مين اللي شارك في البطولة أصلا ومين ما شاركش ومين اللعب ومين ما لعبش أنا في بطولة تحطت في تاريخي أنا بتكلم الزبط يا كريم زي ما أنت بتقول يعني البطولة في حد ذاتها برا لأليو الزمالك أي أن كانت البطولة إيه بعشر بطولات وعشرين بطولة في الأليو الزمالك لأن أنت بتاخد بطولة ما عندكش دعم جماهيري بيبقى دعمك بس إدارة وإنت لعيبة وجهاز فني فالموضوع بيبقى صعب جدا أنك تاخد بطولة برا لأليو الزمالك فأنك تاخد بطولتين ورا بعض فده في حد ذاته نجاح لنا كبير جدا ليه دايما بيتقال إنه البطولات بره الآله والزمالك بتبقى حاجة صعبة جدا عشان بس الجماهير طبعا الجماهير عامل كبير قوي إنك تاخد بطولة لو فرقة كبيرة بتنفس على بطولة وهدفك إن أنت تاخد بطولة الجماهير بتفرق بشكل كبير جدا وارد جدا إنه يبقى عندك فرقة جامدة وسكواد على أعلى مستوى وفي نفس الوقت إنت بتحاول إن أنت تاخد بطولة بس فيه أوقات معينة كده ما محتاج تفوق لقدر الله عندك هزيمة عندك دروب في الأداء لو وراء الجمهور الموضوع مختلف غزبا عندك هتلاقي نفسك بتحسب نفسك أول بأول عشان كده الأهل والزمالك دايما بياخدوا بطولات دايما بينفسوا على البطولات وهما الاتنين يعتبر ندل مندل في البطولات طيب حارس المرمى من أكتر المراكز اللي بتتحط تحت بغط طول الوقت مفيد بالنسبة لك إنك تكون بتلعب في أندية مش جماهرية مريحة بالنسبة لك ولا لأ أنا لو لعبت في أندية جماهيري برضو وقدر أتعامل مع الضغط وأشتغل وما فيش مشكلة هي بتختلف من شخص لشخص من خارس لحارس لكن أنا هقول لك على إحساسي أنا لما بلعب قدام فرق بتلعب بجمور يعني مثلا مطشات الأهلي مطشات الزمالك مطشات المصر التحاد اللي بفيها جماهير دي مش عشان أعد معاك والله بس أنا بحس إن أنا بيعندي باور أكتر مئة مرة من الباور اللي ممكن أنا لألعب بيه قدام فرق مالهاش جماهير فحيطة إن أنت تلعب تحت الضغط دي بتختلف هي سمات شخصية ممكن حارس مارما ما يقدرش إن هو يقدر يتعامل مع الضغط وفي حارس مارما تاني يحب إن هو يلعب تحت الضغط دي فالحمد لله يعني أنا من الناس اللي بحس إن أنا يعني لو لعبت في الضغط دي لا أنا هقدر بقدي بشكل كويس وهقدر أعمل حاجة كويسة طيب تعالي انتفق أنا وأنت انتفق وأنا متأكد إن ده رأيك عشان بس بعد كده نمني عليه اللي جاي كله ندي محترم ندي كبير إدارة محترمة جايز فني محترم كل شيء جايد وإنت سعيد وإنت قلت لي الكلم ده في الأول أن أنت سعيد في سرماية كله بطر مش حاسس إن الوقت عمال يفوت في حكاية الآهلي والزملك يعني بسام كل شوية عنده عرض من الآهلي بسام كل شوية عنده عرض من الزملك مش الآن بعد ما الكرير يخلص أنا ما لعبتش آهلي والزملك رغم إن أنا كنت دايما مطلوب في الآهلي والزملك هو الموضوع كل مرة بتطلب فيها من الآلي والزمالك كريم بيبقى قريب جدا جدا لدرجة ان انا يعني بيبقى الموضوع خلاص الناس ممكن بتبقى بتكلمني بتبريك لي ان انا روحت يعني اخر مرة الناس بتبريك لي وانا في معسكر الماتش عندي ماتش سموحة قبل نهاية الربطة والناس بتكلمني في تلفون تقول لي مبروك الزمالك دي الاخر واحد الاخر واحدة الآلي اه شقر واحد اللي في وقت الشناو المقوصي بالزبط كده لكن في الاول في الاخر هو نصيب يعني وانا وانا بقى راضي جدا في حالة ان انا بقى موجود في سراميكا او روحت الاهلي وهو او الزمالك هو اي حد بيلعب كرة في مصر من ساعة ما بيبتدي يلعب لحد ما بيبطل بيبقى نفسه ان هو يلعب آلي وزمالك لكن في نفس الوقت هو نصيب ورز انا راضي الحمد لله زي ما قلت لك بالله انا بعمله وبشتغل واكيد لو الخطوة فيها خير اكيد ربنا هيكتبا في الاول في الاخر زي ما قلت لك انا في نادي سراميكا حتى الموضوع بالنسبالي مش موضوع ان انا بلعب في النادي وخلاص لأ انا بجد والله العظيم ربنا يعلم انا المكان ده بعد مخرجت من الجيش انا حسيت ان الموضوع بالنسبالي هيبقى صعب جدا ان انا اتقلم في حتة تانية لان زي ما قلت لك انا مخرجتش من الجيش خالص انا 15 سنة من الناشئين لحد السنة اللابل فاتت وانا بلعب في الجيش يا نادي سراميكا فعلا محسيتش بالاحساس ده خالص اكينك معهم من 15 سنة النادي مريح جدا الاهلي ليه بوصد الصفقة وانا من الناس اللي كنت هكلمك يا بريك لك برش وانا قلت خبر هنا انه خلاص محبب بس سام هو اللي هيلوح النادي الاهلي مفيش هو ما حصلش يعني ما حصلش اتفاق هو نادي سراميكا كان عنده موجة نظر كان الوقت بتاع القيد قرى بيقفل وما كانش عندنا كان كوكو الحارس التاني كان عنده قطع في الاكيلس فكان لسه قدامه فترة عبر مايرجع كان عندنا عليك جابري يجون منتخب الومبي بس عليك جابري عنده اولمبييات في شهر ستة فمش هيبه موجود فاحنا طلبوا ان احنا يبقى عندنا جون تاني فما ادروش ان هما يتوفرلون جون تاني اه لما طلبوا مستقر انا فاجر سعيدة طلبوا مصطفى شبير بالضبط وانادي الاهلي عرض حمزة علاء بس هي نفس المشكلة بتاعت عليك جابري عليك جابري وحمزة علاء اثنين منتخب الومبي فلو حمزة جي كده كده في شهر ستة برضه سراميكا مش هيبه عنده حرس مار مايلعبه في الدورة والدورة كان شغال فهي النقطة ان يعني النادي حتى نادي سراميكا مكانش يعني عايز يقف في طريق ان انا اروح او ان انا اروح بس عنده ازمة قائمة عنده ازمة قائمة وانا زي ما قلتلك في نفس الموقف انا مش هادر يعني بعد مكان ده لعبت فيه مش هتضغط لا انا ضغطت بس في نفس الوقت لما الناس كلمت معاك الكلام منطقي جدا يعني انا مش هينفع سيب الفرقة في نص السنة وانا الحرس الاول فيها وعلش هنرعنا الاهلي والفرقة مش هيبقى فيها حرس مار يعني بالعقل كده فالكلام كان منطقي جدا وانا في نفس الوقت زي ما قلتلك انا بحترم الادارة جدا مستر طارق والحج محمد ومستر معتز الناس بيتكلموا معايا وبتعاملوا معايا كأني متربي في النادي فدي بالنسبة لي كان حاجة طيب لما الزنفالي راح الاهلي ولعب مصطفى شوبر هو الاساسي الوضع ده كان بالنسبة لك هيبقى مريح لو كنت روحت النادي الاهلي قعدتك بصراحة لا طبع كانش يبقى مريح بالنسبة لي لا لا كانش يبقى مريح انا متعود الحمد لله ان انا اي مكان بروح وبالعب فيه وبالعب فيه وبالعب فيه وبالعب ارقم واحد ودي مش عشان انا بروح انا بقول انا هعمل كده لا الحمد لله انا بروح بعد الاداء وبعد المستوى اللي بزر بي الحمد لله بقدر ان انا اثبت ان انا رقم واحد فالموضوع بالنسبة لي كان هيبقى صعب شوية خاصة ان يعني انا كمان شفت في الفترة اللي كانت فيها الزنفالي موجود كان اوقات بينزي للعب مع الناشئين تحت فالموضوع بالنسبة لي لا ما كانش هيبقى مريح خالص فحاس انه كده اختيار كان انا بقولك الحمد لله لكن زي ما قلتلك انا عشان رضيت وراضي بين ربنا كاتبه كان حيلا بقى موجود في ناد اهلي طبعا لكن ربنا ما اردش ففان رضيت الحمد لله فبعد ما شفت الاحداث اللي حصلت بقى قلت الحمد لله الحمد لله جدا الحمد لله في الوقت ده في الوقت ده طبعا شرف لا يا حد اه نوضح كندوسي قال ان انت افضل حارس وانك افضل كمان من الشناوي وافضل من مصطفى شبير سمعته صراحات سمعته صلا انا سمعته مصر كلها كتب يكلمني على الحالة بتاعته انا ما كنتش بتفرج على الحالة والله مخارفش انطالع اصلا اه فانت سمعته صراحات سمعته صراحات طبعا اه يعني كندوسي لعاب كبير جدا يعني مش قادر اقولك ده هو لسه صغير كمان ده 23 سنة لعاب كبير وشخصية محترمة ويعني من اللعيبة اللي هتبقى في حتة تانية خالص يمكن كندوسي يعني على المستوى الشخصي انا بحبه جدا احنا هيعتبر قريبين من بعد قوي لكن هو كان يعني كان الفترة اللي فاتت كان مضغوط شوية في حتة الانتقالات وان هو كان هيمشي كان عايز يطلع كان عايز يروح ايا كان المكان لكن في وقت ما خلاص استقر ان هو يبقى موجود في مصر احنا قلنا له انت ده خلاص هتبقى موجود في سرميك يعني ما ينفعش تلعف حتة تانية غير سرميك اه يعني ده مش تطلع بره مصر يبقى لازت تبقى موجود في سرميك بزاق اه لازت تبقى موجود في سرميك في البطر احساسك انت بنفسك ما فيش حد هيقوله عن نفسه كده بشكل واضح بس انت احساسك بنفسك بتقدي افضل اداء في مصر كحريص مرمى انت مقتنع بده يعني زي ما انت بتقول يعني انا ما قدرش مش تقول ان انا احسن طبعا انا قصد انه انت مقتنع انك بتقدي افضل اداء طول لا بص يا كريم يعني بقى بقدي اداء الحمد لله كويس بس طول ما انا بالعب لا انا عايز اقدي اكتر من كده يعني حتى لو انا كويس انا عايز ابقى كويس اكتر من كده يعني في مطشات كتير قوي الحمد لله واحد بيطلع فيها كويس بيبقى حاسس ان المطش البعدي انا لازم ابقى احسن من المطش اللي فات الليلة عشان الناس زي ما انت ما تقول ما تقولش لأ دا مطش وعد دا كان كويس بس في المطش دا وبعد كده المطشات التانية لا فطول ما انا بالعب انا عايز ابقى كل مطش احسن من المطش اللي قبل فالحمد لله يمكن زي ما قلت لك انا الحمد لله الفترة اللي فاتت السنة دي والسنة اللي قابليها مع سراميكو كنت بقى دي بشكل كويس جدا أتمنى إن شاء الله أن السنة دي تبقى كمان مختلفة ونحاول يبقى عندنا طموح أكبر من هجيلك على السنة دي وطموح سينميك لباترب بس بما أنه كندوسي قريم منك جدا وهو صاحبك جدا أنا عارف المعلومة دي حاس أن كندوسي ورد نفسه في الفترة الأخيرة دي بتصريحات تخص مسؤولي النادي الآلي وحط نفسه في مشكلة وتحقيقات ودخل على موسم جديد وتركيزه مع الفرقة حاس أنه ورد نفسه يعني لك أنه بتنسوها وكنت هتتكلم شايف أنه عمل صح ولا عمل غلط هو بس هو كندوسي أكيد أدرى باللي قاله يعني هو أكتر واحد في الفترة اللي فاتت دي كان عليه كلام وهيرجع لأهلي لا مش هيرجع لأهلي طب هيطلع برة لا هيكمل في مصر فهو أكتر واحد أدرى باللي قاله فصدقني أنا يعني أنا زي زي كتفاجئت بالكلام اللي تقال لكن هو أكيد كلام اللي تقال ده هو أكيد مليون في المية هو متأكد منه يعني أيا كان بقى الكلام صح الكلام غلط هي وجهة نظره دي فهو بالنسبة لنا يعني أنت قدر يا كندوسي باللي قلته وتمنى يعني الدنيا تهدأ لأن وارد جدا يبقى فيه سوق تفاهم وارد جدا ممكن حد يبقى متدخل يعني أنا من ساعة ما سمعت نعمل اسمع خمسمائة وكيل بالكلام على الكندوسي لذلك توقع داخل النهاردة لقيت الشباب والرجال معي مديني 3-4 وقل كتير لأنا كل ما أفتح في الميديا لاقي وكيله كندوسي وكندوسي أصل فيه شركة الواحدة وبتاعته هي اللي بتسوقه فكل الناس دي أنا معرفش عنها حاجة فأتمنى الدنيا تقدر لأن كندوسي لعب كبير جدا وأنا بالنسبة لي كانت تعلمت أنه لم أرجعش الأهلي السندي برطة يعني بصراحة يعني بالأرقام وبالأداء كندوسي كان لازم يرجع الأهل بأي حلم الأحوال لو فيه لعيب بره الأهلي عارة أو الزمالك بيقدي الأداء كان رجع الأهلي على الأقل رجع يتشاف ينزل تمرين الناس تشوفه لكن هو لم أرجعش خالص ودي حاجة من دي أكيد حاجة أكيد أكيد طبعا أنت بتخرج عارة من مكان وده النادي الأهلي بتخرج عارة من مكان زي النادي الأهلي بتأدي الأداء ده بره النادي الأهلي واخد بالك أنت كندوسي مستمر في منتخب الجزائر بقاله فترة دايما في القائمة بتاعت منتخب الجزائر من عندنا من صرميك أنت موضوع الوكلة ده حصل معك في أي وقت ملاوات أنه في حد فرض عليك وكلة تشتغل معك هل الكلام ده موجود أصلا؟ الكلام يعني أنا الكلام ده موجود بس هو ما حصلش معي ما حصلش معي لكن إحنا بنسمع الكلام ده على طوال ولا حصل معك وقت ما كان في مفاوضات لإنتقالك للنادي الأهلي؟ لا ما حصلش حد قالك لازم وكيل معين؟ لا هو الوكيل اللي كلمني هو واحد وأنا كنت قريدي معايا أصلا فهو ده الوكيل المفروض اللي كان ببقى بس النادي ما قالكش هتشتغل بوكيل معين ويحصل الطاقة طيب في وحد ما أعترفون هو طلب يخش معنا عشانك يعني هو قال لأنا عايز أتكلم محمد بساب يا كابتن مشرف ومنور كريم حبيبي أخبارك إيه؟ وحيشني يا كوكو طمين علي كله تمام؟ زي الفل قالوا لي ما قلتش اسمك أحسن جنب في مصر أحسن جنب في مصر طبعا مش عارف مين؟ مين اللي بيلعب قدامك وبتحب تلعب معاك وورا؟ بيلعب قدامك بحب تلعب معاك وورا؟ آه بيلعب قدامك مدافع ياك آه آه سراميك؟ عشر تمنتاشر سنة دي لا اسلام جماعة حالاك عايش انتوطش خلاص منور يا كابتن اسلام بس يا كابتن كريم بسام عشرة عمري حبيبي لا ده من ناشيين من طلاع الجيش وإحنا مع بعض لأ الفينين سابعة كابتن اسلام عارف ان انت جاي معايا النهاردة فطلب من زمائلنا قال لا انا نازم اخش ومحدش يقول له اسم عايزي حييك وعايزي حمي فيك شوية على الهوى يعني حبيبي يا اسلام ربنا خليك كريم ومنور يا بسام بسام جمه كبير قوي 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 يا كريم وكان نفسي كان نفسي يعني ربنا يكرمه ولسه الفرصة هتجيله كمان يلعب اهلي وزمالك هو يستحق المكان ده ايو يعني انت عايزو يلعب اهلي ولا زمالك انا على النفس عايزو يلعب زمالك عايزو يلعب زمالك يعني هو بس هو يستحق يلعب في اكبر فريتين في مطلس صراحة اجبال فريتين جماهريا سيراميك لبطرة محترم اجبال فريتين اليوم جماهرية مفهوم طبعا بعمع انه بلعب في نادي محترم ونادي منظومة كبيرة بس بسام ان شاء الله ربنا يكرمه بحاجة احسن وهو بسام مركز ومركز في شغله جدا وكل سنة بيتطور اكتر من الابيئة وان شاء الله ان شاء الله بإذن الله ربنا يكرمه بس انا في نقطة زعلان قوي 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 منها قول الموضوع المنتخب بسام كان من السنة اللي فاتت كان يستحق اللي هو ينضم المنتخب وهم اتنين الصراحة اللي انا شايفهم يعني فيه ظلم بايل لهم بسام ووحمد الفناوي يعني انا دي من وجهة نظري وطبعا كل الاحترام لكبين حسام حسن بس بسام الفترة الاخيرة مطلق مع الفرقة جدا بيلعب باستمرارية على طول ودي حاجة ترجع له عشان لو هو مركز في اكل عيشه وبشغله هو بيبص الاحسن يبقى يعني المكافأة بتاعته اللي على الاقل يروح المنتخب هو ده بس انا كان نفسي ان شاء الله والفترة اللي جاءته بقى بتاعته ان شاء الله ان شاء الله كابتالاسلام نورت الدنيا وتحيات كابتالبسام وابي يكلمك يعني بجد يا اسلام يعني انا مش محتاجة اشكرك على الكلام ده انت اخوية وربنا يكرمك يعني اشتام برضو من الناس اللي بتظلم تقريم في الكورة وربنا يكرم كابتالبسام عايز يقول لك حاجة حبيبي انا بقول لها يا اسلام والله بجد انت من الناس يعني المفروض تستحقي ان انت تبقى في حتة احسن بكتير قوي من المكان دلوقتي لكن يعني ان شاء الله ربنا يكرم بإذن الله الفترة الجاية اسلام يرجع للمكانة اللي يستحقها بإذن الله ان شاء الله نورت الدنيا كابتال اسلام اتشرفنا جدا بوجودك حبيبي وانشوفك يا رب فقره بوعت على قلق فيه ان شاء الله ربنا يخليك شكرا كابتال اسلام شكرا جزيلا هو اللي فتح جسيس المنتخب هو اللي فتح جسيس المنتخب منتخب ساعات تبقى قريب قوي وساعات تبعد تاني وكل شوية المنتخب يعني ايه عامل زي بالزبط كده الاهلي والزمالي كل ما تبقى قريب جدا في حاجة بتحصل وتبعد تاني انا معرفش ايه اللي بيحصل بغض النظر عامين المدير الفني بالمناسبة مع جهزة في الناس مش بس كابتال حزان حزان بالزبط كلهم على راسي وجمدين جدا بس في نفس الوقت انا بحس ان تقييمي انا مختلف عن تقييم ناس تاني انا بكلمك بصراحة شديدة جدا ما عرفش انا نفسي مش قادر يعني انا بتحسب على الباص بتحسب على الكروس مثلا لو طلعت ورجعت بتحسب على جندة خلفية بحس ان في ناس تانية الكلام ده بيتعد عادي ما حدش بيركز معاهم خالص انا بالنسبة لي بحس ان الموضوع ده كتير اوى علي لدرجة ان انا وصلت المرحلة ان انا خلاص يعني مش لدرجة ان انا كل ما هيدخل جون هبقى حس ان جون ده هو اللي مش هودين المتخد لا يا جماعة انا اتفرجوا على الدوري كله حراس كلهم مفيش حد مثلا بيخرج بتلاتين كلين شيت او او عشرين كلين شيت مفيش الكلام ده كله بيخش فيه اهداف كله بيغلط طبيعة الحال يعلى اي حارس بالزبط يا كريم ما ده اللي انا بقوله لكن انت ما تحسسنيش ان انا اوه بصراحة جون جامد و جون هايد بس بص الجون ده معلش اتفرجوا بقى على الناس اللي بيحصل فانا بالنسبة لي الموضوع ده مديني جدا بس في نفس الوقت زي ما قلتلك انا برده باي حال انا راضي الحمدلله ويمكن ده مش توقيت الوقت وانا بشتغل على ان انا برده هبقى موجود في منتخب مصر وهتعب جدا وهتعب جدا عشان ابقى موجود في منتخب مصر بغض النظر عن زي ما حالك بتقول مين مدير الفني الموجود لانه في الاول في الاخر المدير الفني الموجود بيقيم اه لكن في نفس الوقت انا هحاول اتعب على قد مقدر عشان ابقى موجود هل حصل بينك وبين اي حد في جهاز المنتخب تواصل حتى لو تواصل ودي هتعمل كده بس كابتن مسلا سعفان كلمك حد من الجهاز احنا عنا عليك ما تقلقش حد تتكلم معك حصل طبعا اه يعني اول معسكر اول معسكر للمنتخب حصل مكالمة بعد قايمة ما تقالت اه انا كنت بقدي اداء الحمدلله الناس كلها كانت يعني مفيش حد تسأله غير يقولك واحد واثنين وبسام يعني طبعا جون اهلي وزمالك ده طبيعي ما حدش بقدر يتكلم فيه طبيعي طبيعي في مصر يعني ماهدي برضو حاجة بالنسبة لي برضو علامة استفهم اه اه اهل وزمالك وبتلعب تحت ضغوط وبتلعب بطولات كتير بس يعني خلينا نجنب الاهلي ان الاهلي فيه رقم واحد موجود وشناه نجون متخب مصر الاول وجون نادل الاهلي الاول لكن الفترة الاخيرة في نادة زمالك مفيش حال تقدر تقولي من رقم واحد لا هتقدر تقولي دلوقتي او ممكن عواد بقى رقم واحد عشان بعد الصبر الافريقي يعني فتحديدا في حارس الزمالك لو الصبح بيلعب بيبقى نوود لو عواد بيبقى نوود بس يعني طبع على اي اساس الموضوع بيمشي اهلي وزمالك بس عواد زد فالاهلا الزمالك دايما بيبقى موجودين في منتخب مصر يعان اي أنا كان بقى من الحراس التانية اللى موجودة فريد انت لازم لفتناص ثم موجودة هتوصل انت بتggedدب فكرة ان حتى لو الحارس الاول اهلي وحارس التانية او التعيس على إيه اللي بقى موجود بعده؟ بالزبط لأن زي ما قلت دك والفرصة لللاعب في المنتخب مصر بنسبة سبعين في المئة أهلي وزمالك وثلاثين في المئة لأي حرس مرمى تاني بيالعب في الدبا يعني الموضوع بالنسبة لي وبالنسبة لنا كلنا أنا بتكلم كلام صريح جدا يعني اللي هو ده اللي بيحصل جون أهلي وجون زمالك دايما هم اللي دايما بيبقوا موجودين إن هم بأسطان باي موجودين في المنتخب مصر جون أهلي مش موجود جون الزمالك دايما اللي موجود بش نسوف كمالين مع النجم الكبير كابتن محمد بسام حارس مرمى السيراميكا كليوباترا بعد الفاصل نواصل خليكم معنا لسا بشرفني ونوارني الكابتن الكبير كابتن محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كيلوباترا تكلمتني قبل الفصل عن الأهلي والمفاوضات واللي حصل وقت إصابة الشنة بس دائما بسمع أن الزمالك بيتكلمك كتير الفترة الأخيرة سمعت أنه الزمالك يتكلم عنك تاني هل كان في حديث مباشر على حديث مباشر مع سيراميكا كيلوباترا لا يعني بصراحة ما كانش فيه كلام رسمي بين النادي وبين نادي سيراميكا وبين الزمالك بس فيه طبعا الوكيل كلمني وقال لي الزمالك ممكن بيفكر فيك طب انت الدنيا عندك قلت له والله أنا الموضوع بالنسبالي زيه زي الموضوع بالسلقه أنا القرار مش بتاعي القرار في إيدي في المدارة وإيدي النادي وأنا يوم همشي من النادي مش همشي غير برضاهم هم يعني أنا مش من الناس اللي هي ممكن ما تنزلش تمرين تعمل مشاكل لأ أنا والله رجل تعباني لأ أنا بنزل أنا أنا تمام بقدي أهو ما عنديش مشكلة لأن يعني أنا بعملش كده لأن في الأول في الآخر أنا عملت كده وممشيت ممكن خطوة تبقى مش كويسة بالنسبالي آه فأنا زي ما أبتدك أنا الحمد لله هقول لك تاني أنا ببقى راضي جدا في أي حال من الأحوال يعني الريضة ده بالنسبالي أوى الله العظيم راضي جدا يعني بأي اختيار ربنا بيختارولي أنا ببقى راضي بجدا الزمالك دي مش أول مرة يتكلم معك فيها صح؟ آه أنا كنت راح الزمالك قبل قبل سرميل كيلو باتر كنت فيه في الجيش آه وخلص كل حاجة في الزمالك ومضيت والدنيا تمام بس في الجيش بقى الناس يعني تمسكوا إن أنا أبقى موجود وأجدد وساعتها كانوا بيتكلموا معي أن ما ينفعش بعد كل ده أن أنت تمشي من غير إحنا ما نستفد منك حاجة فكان برضو من واجب علي أن أنا أمضيها لشان هم حتى يستفدوا بقى حاجة فلما جدد الزمالك كان مقدم عرضه صنميكا مقدم عرض فالعرض بتاع صنميكا كان أكتر بالزبط فالحمد الله انت قلت الحمد لله فعلا انت قد تتكلم كده بحط نفسي مكانك اللي هو بطلع جيشنا دي محترم صنميكا كل رغبات اللي دي محترم كلش هو بكارك الكلام ده عشان ما يفتكرش إن الكلام كله تسويق لزمانك وأهلي بس أنا واحد جالي زمالك وخلصت وجالي أهلي وخلصت إنت إزاي بقى قادر تقوم كلنا الحمد لله الحمد لله دي شخصية عظيمة يعني أن تبقى عندك الريضة ده كله وكسة المنتخب بس أنا حسيت من كلامك أنت في كسة المنتخب متضايق أكتر من حكاية أنه أهلي ما تتمش أو زمالك ما تتمش أي يعني منتخب مصر بالنسبة لأي لعيب حلمي حلمي كبير جدا وبتمنى إن أنا أبقى طول ما أنا بلعب موجود في المنتخب مصر في حيث إن أنا أبقى قريب وفجأة ما ببقاش موجود دي بتزعلني بتزعلني قوي لأن أنا بشتغل على الهدف ده أنا بلعب الدوري وبلعب الكاس وبلعب كل البطولات المحلية دي علشان أبقى موجود في المنتخب مصر فإن أنا أبقى قريب بالطريقة دي وفي الآخر ما بقاش موجود فدي بتديني هي في الأول في الآخر طبعا يعني كابتن حسام وكابتن إبراهيم طبعا على رأسي من فوق وأنا يعني يعني هم اللي حببوني أي حد بلعب كورة لعب كورة عشان كابتن حسام وكابتن إبراهيم فهم عايقونة كبيرة جدا لكن في نفس الوقت أنا يعني أتمنى أتمنى إن شاء الله إن أنا أبقى موجود الفترة الجاية هدوس على نفسي جدا هاكتهد وهتعب برضو زي ما قلت لك هفضل أشتغل لحد إن شاء الله ما هقال هدف ده وبقى موجود طيب، إنت في النوس كده والتري أنا ما أحب الشعود ديك أنا أحب ألعب أحب ألعب أحب أبقى أساسي لو رحت منتخب مصر هتلعب؟ أه،دخلينا نخدها خطوة خطوة ونروح الأول وبعد كده نشوف موضوع اللعب ده أنا ليه بس أعلك، ممكن مثلا يقول لك إيه بسهام يحبي بقى حارس أساسي يعني ما يحبش، أنا ممكن وعنا مدرب بمفكر لا فمنتخب مصر مستحيل محدش يقدر يقول كده أه، منتخب مصر كان فيه لعيبة بتروح تعمل يقولك لعي بعيدهم عشان هما بيبعزيني لعبوا أساسي يا بلاش لا وجودك في المنتخب مصر ده الواحده شرف شرف كبير جدا أي لعيبي أتمنى أنه يبقى موجود فيه عمري ما يعني ما ينفعش أن أنا أقول لا أو حد مثلا حد يفكر أن بسم له عشان هو بيحب يلعب فما يجبوش عشان ما يعملش في مشاكل لا استحاله المنتخب مصر متغير يعني من حراس مربع في مصر أصدقائك مقربين لا كتير قوي قبل ما تجاوب أنا بسأل السؤال ده ليه نعم يقولك الحراس حراس المرمى ما بيحبوش بعض مركز واحد اللي بيلعب هو اللي بيلعب والبايا ما بيلعبش ما تلاقي دايما الحراس المرمى ما يحبوش بعض ياوش عكس بقى اللاعبين يعني اللي كلنا نلعب مع بعض أنت ليك أصدقاء مقربين حراس مرمى ولا برضو من بعيد لبعيد لا يعني يمكن هقولك الناس اللي عندي في الفرقة الأول بعد كده هقولك يعني إمكان أنا وكوكو وعليك جابري وإسلام ريشا إحنا الأربع تجواد إسأل أي حد كده إحنا بنتعم مع بعض إزاي إحنا مقتنعين إن اللعب ده رزق رزقك تلعب دلوقتي ربناك هتبولك هتلعب بعدين ربناك هتبولك هتاخده مش في النادي خالص وربناك هتبولك في حتة تانية برضو هتاخده فالحتة دي إحنا متفقين عليها جدا أنا ألعب كوكو يلعب علي منتخب اليمبي يجون جامد جدا إسلام ريشا يعني من اللجوان اللي أنا بقولك افتكر الاسم ده كويس إسلام ريشا ده هيبقى يجون جامد جدا 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 الفترة اللي جاية يمكن لعب آخر ماتش في الدوري السنة اللي فاتت قدام زيد كم سنة اللوقتي إسلام؟ إسلام 25 سنة تقريبا لسه يعني لسه جاي وعلي برضو 24 سنة فالموضوع بالنسبة لهم جاي كوكو طبعا مش محتاج إن أنا أتكلم عليه مثل جون كبير والقاف الإسماعيلي والمقاصة وكان بيقدي أداء جامد جدا والصحابك اللي في النادي دول الحراس اللي في النادي احنا بنتعامل مع بعض كده ووصلنا كده كمان كان معنا مدرب شخصية محترمة جدا كابتان أحمد كمال مدرب الحراس يعني بيتعامل معنا كلنا واحد وتحس إن الموضوع فيه فيه إحنا أسرة مع بعض ممكن حتة حراس المرمى دايما لازم لو حسيت بالإحساس ده هتلاقي نفسك بتلعب براحتك مستمتع مش حس إن في حد وراك بيتمنى لك إن انت تبقى وحش عشان يلعب فالموضوع ده إحنا الحمد لله قادرين نتحكم فيه جدا ممكن استنفتت يعني كابتان أحمد جيف مرة قال لنا مركز الوحيد اللي ما حصل ليش فيه أي مشاكل بينه وبينهم وبين بعض اللعيبة الحراس بيننا وبين بعض نحبه بعض أعتقد من الشخصية اللي انت بتكلمني بها دي دلوقتي أتصور إن انت اللي عامل ده يعني أكيد كلهم شخصياتك محترمة وجميلة بس انت زكائك وطريقتك هتخلي الباقي مرتاح ومراضي يعني إحنا زي ما انت بتقولي يمكن الكلام لما بنتكلم مع بعض أنا يعني مش منوعية الحراس اللي هي أنا رقم واحد وبلعب أنا الناس الاتنين وثلاثة واربعة اللي معايا دول أنا تمام وتبقى ألاقي منهم وتبقى ألاقي منهم لا لا إحنا بنتعامل مع بعض وبنهزر مع بعض وبنقعد مع بعض وبنتحك مع بعض الموضوع بالنسبة لنا في النادي الحمد لله الدنيا مستقرة جدا 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 في الحتة دي بره بقى ألا عن أبو جبل صاحبي جدا يعني حبيب أحمد الشناوي نفس الكلام يعني الاتنين دول ممكن إحنا منتخب وعلي لطفي إحنا التلاتة يعتبر منتخب أولمبي ومنتخب شباب مع بعض فدول من قرب الناس اللي هي بصراحة المهدي سليمان حبيبي المهدي سليمان حبيبي 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 يعني محمد الشناوي أو حراس الأهلي والزمالك علاقتك بيهم إيه؟ كويسة جدا الشناوي كان معاه في الجيش أول ما ميشي ملاعلي أول مرة كان جالنا الجيش أول ملاعب دول ومتازل لعب في الجيش عندنا يعني أنا علاقة بيهم زمان جدا ولما كنت براه المتخب مع كابت حسين البدري المعاملة كانت كويسة جدا والتعامل يعني هو شخصية حلوة شخصية محترمة جدا بعض الناس انتخدوا الشناوي وهو الحارس الأول في مصر المنتخب مصر في مباراة السوبع الأخيرة السوبع الأفريقي وضربات الترجيح والهدف وكلام ده كله لما بتبقى تشوف أنت حارس أنت كحارس وتشوف حارس تاني واتفقنا أن أنت بتغلطه كل الحراس بيغلطه اللي في العالم كله تبقى شايف الأخطاء قوي كده ولا مش تبقى شايفها طبيعية يعني أنا مش شايف مبدئيا الجون الجون بتاع الزمالك غلطة شناوي زي ما الناس بتقول الكرة صعبة جدا يا جماعة الملاعب برا مختلفة الكرة الطبقة بتاعتها الموضوع بيبقى صعب الكرة بتبقى سريعة قوي وبعدين ناصر خاطف من السردباك والكرة تحت شناوي شناوي طويل فالموضوع لا الموضوع الجون صعب يعني الجون مش بالسهولة اللي انت قاعد بتتفرج عالماتش كده ايه ده ازاي جون ريما من يده كان مده شوية كمان لا لا صعب جد الجون صعب والله في جد انت عفاكت انت أحسن واحد بالمناسبة يعني لو الشناوي سيئة اللات هيبقى صوت أو ليه حتى في مدربين ومدربين حراس ما شرحوش زي ما انت انت قلت شوية تفاصيل كده وانت بتتكلم بشكل طبيعي كرة قريبة تحت ايديه الملعب الملعب كمان هتقولنا ملعب زي ده جماعة نلعب عليه بسرعة الكرة اللي بتبقى أول ما بتطب بالكرة عليه وبعد كده تعالوا تتكلموا عنا في الموضوع ده احنا الملعب عندنا معلش يا كريم انت بتوعب تلعب 13 شهر هنستنى فادي بنلعب 13 شهر على الملعب الملعب باص وباص وباص وبقى كويس فاحسن حالاته مش زي الملعب بتاع النصر السعودي اللي تلعب عليه ومش هيبقى وإحنا رايحين نلعب في الأمارات السوبر هو الملعب هناك طبعا هتلاقيها زي تبكال زي السعودي فالملعب مختلفة وطبط الكرة عليها مختلفة والمسافة بينك وبين الكرة والكرة تحتيك ولا بعيدة عنك وانت تقولك قد ايه كلام ده كله بيفرق كتير جد وفي نفس الكلام في البلنات يا جماعة دي دربات جزائق يسمعها دربات حظ يعني دربات جزائق بحاول بالظبط الكرة على الأرض أسرع يمنى المرة من الحارس كده 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 داخل فأنت تاخد الزاوي وبتروح عليها. الكرة بتحطي على الأرض. الموضوع بيبقى صعب جدا. بتبقى أقصى. يعني كل البلنين اللي الناس بتكلم عليهم بتاع المسلوثي وبتاع عسام بعد المجيد. الكرة محطوطة على الأرض في آخر الزاوية. يعني هو يحسب له ان هو راح معاه مفرد للآخر. بس لو فيه توفيق هتطلع. ما فيش توفيق خلاص. يعني ده توفيق. لو في الآخر توفيق ربنا دي ضربات جزاء. ايوة كده. فالموضوع بالنسبة لي كان خريب جدا. ايوة كده. شوا في مكاني. البلن لو محطوط بدقة خلاص. شكرا. صحبة جدا يعني. بالزرق. السوبر. السوبر المصري. انتو بتلعبه مع ثلاث فرق جامدين. وانتو جامدين طبعا يعني سرميكروباترام مع الأهلي والزمالك وبرامنز وعندك اول مطش مع الأهلي. الفرقة دلوقتي جاهزة للبطولة داية. تحس ان الفرقة جاهزة ولما نفسها كويسة تتلعب مع الأهلي في الحالة اللي والله يمكن كريم احنا بقالنا فترة شغالين. احنا بقالنا كده واعتبر ثلاثة أسابيع راجعين التمرين. الحمد لله الدنيا ماشي بشكل مستقر وبشكل كويس جدا. يمكن خرج من عندنا لعبة مهمة جدا. محمد إبراهيم. ريان. صديق مؤخرا. خلب صبحي. الأرموتي. لعبة لعبة تقيلة. لعبة جيرة جدا. بس بنحاول ان احنا نعاود الناس دي باللعبة تانية. يعني احنا جلنا فخري لقاي. وإسلام عيسى. وزلاكة. وآيمن مكة. جلنا شوقت لعبة يعني لعبة محترمة. لعبة كويسة جدا. نقدر نحنا نبني عليهم الفترة اللي جاية. زي ما قلت لك احنا بنشتغل مركزين جدا. نحنا نعمل حاجة السنة دي. يمكن السنة اللي فاتت كانت تعتبر اول تجربة لينا. فالأجواء كانت حلوة. يمكن دي من أحد الأسباب اللي خليتنا نركز قوي في الربطة برضو السنة دي. ان احنا حبينا الأجواء اللي هناك. بالضبط. الأجواء. أجواء كورة. الجمهور. الملاعب على مستوى بتتحط في كاتجري مختلف. يعني انت تبقى راحل بطولة وانت واخد وانت بطل. يعني بطل دوري. بطل كاس. بطل ربطة. فالموضوع بالنسبة لك بتحس بقيمتك جدا. بنشتغل. الحمد لله يمكن احنا يعني عندنا ان شاء الله معسكر الفترة اللي جاية كمان يومين كده. ان شاء الله راحين الامارات لحد البطولة. ان شاء الله المعسكر ده يبقى مفيد جدا بالنسبة لنا. انتو تبقى حاسين كلعيبة وكمجموعة انه للا. قدر ان ناخد البطولة. اه. او يعني. او لا بس انا هقول لك برضو الفرق بين الاحساس السنة دي. والاحساس السنة اللي فاتت. الموضوع بالنسبة لنا كان شوية فيه ضغوطات كبيرة جدا. زي ما قلت لك. يعني اعتبر اول سوبر من اربع فرق. وماتش قبل انهائي وانهائي. وطلعب النادي الاهلي كان لسه جاي مكاسة عامل عندها واختالة العالم. فانت الموضوع بالنسبة لنا في ماتش الاهلي انت كنت نازل بتقدي ادائك. عايزت توري الناس فرقة نادي سراميكا عاملة ازاي بالجهاز الفني وبالعيبة اللي موجودة. وقدرت الحمد لله ان انت تثبت لده يمكن بعد ماتش الاهلي اللي خسرناه في اخر دي دي. يمكن الامارات نفسها كانوا معناها بشكل كويس. صح. وماتش البيروميد التاني يمكن ضعنا فرص كتير جدا. كنا ممكن نكسب اثنين وثلاثة وربنا ما اردش. فالسنة دي المعلومة مختلف. السنة دي احنا ان شاء الله راحين عندنا هدف. خدنا خبرة كبيرة سنة اللي فاتت من البطولة. ان شاء الله باذن الله نوصل نهاية البطولة باذن الله. ودايما لنهاية 50-50. محضر اشي قلت ان احنا يعني لا ان شاء الله هناخد البطولة. ان شاء الله هناخد البطولة لكن. ماتش الاهلي 50-50 الاولاني. ماتش الاهلي 50-50 طبعا ف prue. بالمناسبة اي سألك انت لقيت قدام مساوب عليها دة في دا وليسان اللي فاتت. اه. ايه رأيك فيك يا مهاجم؟ انت بقى بتقييمك انت كحارس انت بتقعد تاخد نقاط القوة في المهاجم وانت بتتشتغل عليها انت كحارس. ايه رأيك؟ لا اهو فرد جامد طبعا. اه. فرد اه يعني البروفايل بتاعه دا بقاله فترة ما دخلش النادل اهلي بصراحة. او مش موجود برضو في مصر الفترة اخيرة يمكن الكويس بصراحة جدا اليسان ريان. رايان فروق جامد. اه. اه الثان لفاتت كان بيقدم معنا اداء كويس. دا واسام ايه البروفايل انت بتقول عليه. واسام اه اه فايتر جوه الثمنتاشر بيستغل لنص فرسة. اه. يعني لو كرة مثلا ميتة ممكن يعمل عليه خطورة يجبها جم بيلعب انها كويس. اه فايتر اه اه. السان اللي فاتت كان موافقة بشكل كبير جدا خلينا نتفق ان السان اللي اللي جاتلو جابها جون. السنة دي اعتاقنا عم تحدي كبير بالنسبة له ان لازم طبيعا لازم يفضل على المستوى ده. يعني لو التوفيق فدل ما لازمه. لأ. وسم فره الجامد. لكن في في سن طبعا عدم توفيق او توفيق ده لسه هنشوفه الفترة الجاي. يعني ماتش السوبر الافريقي اللي فات. يعني كان بالنسبة لي ما كانش زي الماتشات بتاعت الدوري بصراحة. اه. ما كانش معه التوفيق. انت شرفت ونورت بعيد عن الحوار كمان. انا عجبني الشخصية اوه بصراحة. مقدمش عليك يعني. الشخصية اللي كلها رضا دية ترى باحترمها طول الوقت. يعني. واتمنى لك من كل قلبي التوفيق. ان شاء الله اللقاء اللي جاي وانت منور الدنيا. مكسر الدنيا مع متخب. بإذن الله. ربنا خليك بشكرك جدا. نورت حبيبي. يعني انا مبسوط ان كنت معاك النهاردة. انا عسامة كتير. والله يعني من زمان يمكن البرنامج. حظ يوحش. ما شاء الله نسمع. يا ربي خليك. وما شاء الله نقول ما شاء الله. يا الحمد لله على كل شيء. دايما نوفى. كله رضا برضو. الحمد الله. كله رضا. الحمد لله. والتوفيق دايما يا كريم. يا ربي خلاك. دورت الدنيا لسه بكاملين. مع حضراتكم حكاية كاس السوبر. لو فيك اللي احنا عجبنا كلنا ده. كلنا عجبنا قوي. يكون معاي عجبك جدا صح? عجبك جدا. شوف الراجل بقى اللي عمل كاس السوبر ده. محمد الجنيمي مدير التطوير الابداعي في الكاف. اللي عمل التصميم والشكل والحاجات الحلوة اي ودية. نفهم منه ايه اللي بيحصل وعنه قصص كتيرة حلوة. بعد الفاصل خليكم معا. انتم مش حاسين ان الكاف اتحضل افريق الكورة القدم بقى شكله حلو. شكله حلو دي بقى ليه علاقة باللجوهات بالصور. بالتنظيم بالكاس بالالوان. بقى بشواء التفاصيل كده. انت حاس انه حلو. بس انت مش فاهم اللي بيحصل. بس هو شكله حلو. يعني الكاف بقى فيه تطور يعني. عملوا منصب جديد في الكاف. اسمه مدير التطوير الابداعي. الراجل ده 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 منصب يعني مستحدث. مش منصب كان موجود. وجاله واحد مصري. اول منصب او المنصب الجديد ده يبقى اول واحد فيه مصري. مصري مبدع جدا. عشان كده حتى قبل ما نخش على هوقتونا مبسوط جدا بالقادة دي. عشان حاس انه فخور كده وفرحان. وحاس انه عندنا حد جامد جدا يعني اسم محمد ونيمي بيعمل حاجات حلوة اوة في الكاف بيخلينا نشوف صورة عظيمة. شفتوها هانتوا في كاس السوبة الاخير وشكل الكاس والحكاية دي. هنعرف كل التفاصيل منه. محمد منور ومشرف. انا حقيقي سعيد جدا بتواجد معي. بنورك الله. بنورك ايه. كله مية مية. كله حلو. كله حلو. وبصبغة افريقية واضحة يعني. حركات واجواء جميلة جدا. افروا افروا. افروا افروا يعني. اسمنا مصر يعني دي بلدنا يعني. الحكاية. ايه المنصب ده? وانت بتعمل ايه اصلا في الكاف? بص الموضوعها ببساطة. طايتل بتاعي في الكاف او اسمه مدير التطوير الابداعي. حلو. بالانجليس كرياتيف ديفالونت مانجر. حلو. تمام? انا جزء من الديفجين او الادارة بتاعت التسويق اللي بنزل تحتها الماركتينج والبراننج. براننج ده بقى اللي هو بينطبق. والتسويق بتاعت اي بقى بطولة. شكلها عامل ازاي. شكلها في الملاعب. شكلها في الشوارع. كل الكلام ده. اللي هو جهات السوى للحاجات الالوان اللي هنختارها وتفاصيل جزيرة. بالضبط. انا بقى المسؤول بقى بشتغل على قصة اختيار بقى الالوان. اختيار اللجوهات. برسم ساعات احنا بنعمله كل ده جوه الكاف. لان قبل كده الطريق اللي كان بيشتغل بها الكاف كانت مختلفة شوية. اه. فالعهد الجديد او في العصر الجديد بتاع الكاف ان احنا بنو تيم. داخل بقى بقى فيه استثمار في الموضوع الماركتينج والبراننج. وبقى فيه تيم داخلي. اه. في منه فيك حد فيه ناس نصرين كمان غيري فيه جواه. مركزين بقى عن موضوع ده. ان احنا الحاجات دي احنا محتاجين نطور الكاف. محتاجين نغير شرك لصورة الكاف. محتاجين نواكب العصر اللي بيحصل. صح. التغيرات اللي حصلت. في ظل بقى اللي احنا فيه في عصر الانترنت والتكنولوجي وكل الكلام ده. فيه تنافس. بقى كل واحد ازاي يطلع بشكل شروق احسن. صح. والكاف يعني حس ان هو ده الوقت الصح. او ده ممكن وقتها كمان خطوة متأخرة شوية. مهم. بس التطوير ده كان مهم. ازاي نحس من شكل بطولاتنا. ومن شكل يعني زي ما قلنوا الكورت الكادن دي منتج. المنتج بيطلع ازاي. بالضبط. الصورة بتبع عملها ازاي. بالضبط. الاول انت رحت الكاف ازاي. يعني الناس اقولك تعالى هونيمي عايزين نزبط الدنيا دي. انت كنت بتعمل ايه. وروحت الكاف ازاي. بس انا اصلا جاي من. انا الاول ادارس عن ده. انا ماليش عقا خالص بالموضوع. اه. بس انا عندي هواية من زمان. موضوع الرسم. حيلا. فقررت ان انا اخد كارير بتاع الجرافيك ديزاين. اه. ان انا بقى مصمم جرافيك بشكل احترافي يمكن من عشر سنين او اكتر تاني. حيلا. اه. اشتغلت بشركات كتير. مهم. كانت منهم واحدة من الشركات دي فيهم شركة مصرية. مهم. الشركة دي كانت من الشركة كانت مسؤولة عن ادارة السوشيال ميديا للكاف. وكاس امام افريقيا في 2019. وده كان اول احتكاك مع الكاف. حيلا جدا. من بعدها الكاف قرر يكلمني اللي هو عاوزينك تبقى معنا. وابس. وقد كان. وقد كان. الحمد دي اوي. اللحظة اللي كلموك في الكاف اقول لك احنا عايزينك تجي تشتغل في الكاف. بس اقول عن التطوير الابداعي. لا دي قصة تاني. اه. قصة تاني. بص هو الموضوع بدأ اه بدأ على مراحل. اه. اشتغلت فترة مع الكاس السنة الاولية دي كان اه. اه. زي كونسلتنت. او انا بسعيدهم بشرف على العملات كلها الابداعية والتصاميم والحاجات دي. بشكل الاول سنة كاني اه. معاقد حر او فريلانسر. اه. بالضبط. اه. بالضبط. هو بالاطريق كأن يعني بجرب مع يعني. او او مرحلة اللي هو احنا ايه بنتعرف مع بعض. حل. دي كانت البداية دي مع اه. كأس امه افريكيا كاميرو. اه. دي كانت البداية اللي هو بشكل رسمي بشتغل مع مع الكاف. حل. اللي هو التحديل البطولة دي. فوقتها كان لسه الهوان ما هي نفس اللوجو القديم اللي هو بالنجمة اللي بنحركها. مه. بس كانت الانطلاق أننا عشتغلنا عشتغلت على كرة رسمية للبطولة دي كانت أول كرة لها في حقيقة تشتغلها تصميم كرة فدي كانت نقلة بالنسبة لي بتعمل أنت تصميم الكرة الكرة الرسمية عملت ما أقرب من أربع أو خمس كرة رسمية لا قول لي بتوع بطولات إيه بس كاس أمام أفريقيا 21 اللي هي الكاميرون كاس كوتيفوار الأخيرة دي كاس أمام أفريقيا في كوتيفوار الكرة الرسمية الكرة اللي بتلاعب بيها دلوقتي حالا في دور الأبطال ويكون فدرالية وليتلاعب بيها السوبر كاس البيتشتوكر اللي هي الكرة الشوطائية اللي كانت نسخة اللي فاتت في موزنبيك وكان في نسخة تقليفية اللي هو النهائي بتاع دور الأبطال كان الأهلي والوداد ده 22 22 وعملت الكرة دي برضه بتاع النهائي ده هم خمس كور بالضبط مع شركتين مختلفين حلو إيه حكاية السوبر بقى الكاس بتاع السوبر الأفريق بالضبالك إحنا كلنا اتفاجئنا وكلنا انبهارنا وكلنا انبسطنا بعدين إيه حلوة الحكاية بتاعت الكاس يعني اللي هو إيه إحنا أخينا نشوفنا بص يعني بصوا شكل الكاس قديم يا جماعة عمل إزاي أهو زكريات يعني رأي عم الدهب يعني أهو زكريات بس بصوا الكاس التاني بقى الجديد عمل إزاي شكله حلوة حلاوة ده من أحلى الكؤوس اللي أنا شفتها في قرية أفريقيا عموما سواءك في دول أو في القرية كاس حلو شيك يعني ولسه فيه كؤوس كمان جاي أحسن والله احكيلي بقى حكاية الكاس ده إيه بص هو الكاس القديم ده ده قعد تقريبا من 2004 ل2024 عشرين سنة والكاس اللي قبل هو كان الزبالك والقالي برضو كان الـ 94 كان برضو قعد حوالي إيه لعشر سنين عشرين سنة إحنا حسنا يعني فيه كده استراتيجيا في الكاف اللي زي ما قلتلك كي بدأت من هما تكرروا يعينوني إن إحنا محتاجين نغير الصورة بتاعة البطولاتنا والناس شايفينها إزاي دي بقى يعني شوية جزء منها سعبي بتغييرها وي بس وساعات بنختار بقى شفوا البطولات اللي محتاجة تطور هاي كان منها السوبر كاس السوبر القديم زي ما احنا شايفينه يعني يمكن في 2004 ده كان الموضة مثلا وقتها كانتفرة فطبعا دلوقتي حالا باللي احنا في التواكب اللي احنا فيه ماينفعش خلصا في الزب فإحنا كده الفكرة إن إحنا عاوزين نحافز على شكل الكاس اللي دي بس بطابع مدرن أكتر شكله بسيط أكتر الفكرة في الكاس ده طبعا فيه زي ما احنا شايفين الخريطة بتاعة أفريقية المميزة جدا موجودة في النص الست خطوط دي بتمثل إحنا دلوقتي حالا عندنا فرقتين بيينفسوا في الكون فدرالية وفرقتين بيينفسوا في دور الأبطال فيه فرقة واحدة هتوصل بيكون فدرالية أو فرقة هتوصل من دور الأبطال وصير السوبر فيه فرقتين هنفسم السوبر فإحنا لو شفنا الخطوط هي كلها مش نفس الطول لحد الفريق الفائز هو الخط الطويل ده اللي هو السوبر فهي دي الفكرة ببسيطة من الكاس أنت اللي عملت الفكرة الفكرة آه بالضبط هي الشغل على اللي احنا نعمل تغيير الكاس دي في الكاف دي بيدم عليها تحت إدارتين إدارة لاجنة المسابقات وإدارة التسويق أو الماركتنج وبراني هي إحنا المشتعل عليهم سواء مع كده فيه شركة بتنفذ اللي انتو فكرتوا فيه ده بالضبط هي الجزء الكرياتف دي المراحلة وإحنا بنرسم اللجوهات ونوصل للشكل اللي هي التلابيت لك بص أنا عجبني روح التيم اللي كان بروح تيم بالضبط بس أنت اللي رسمته صح دول أنا رسمه أيوة يعني سيمني أنا حتى دي لك حقك سواء عشان هو هو إحنا فيه تيم وورك ده الكلام مختلف اللي انت بتعمله ده آه نحن نشتغل كتيم بس فيه واحد بيرسم على قال لي صح فأنت رسمت أنا رسمت فأنت لرسم الكلام دوت لحد ما وصلتنا للكاس صح جات لك منين بقى فكرة الست خطوط دي يعني بص انت شرحتها بس إحنا شرحتها آه هي دي عم يعني زي ما نقولت لك دي كان تيم وورك فالموضوع كان فيه لكشات كتير ومين هنوصل لإيه فيه طبعا ينصخ كتير كمان من الكاس ما طلعتش بس فيه الفكرة كل ما عايزين نحافز على الكاس القديم آه يطلع بالشكل اللي هو البسيط الجديد طريقة الألوان طريقة حتى لونه نوه السلفر ولونه الدهبي يكون بيلمع ويكون الموضوع شكل بودن وبسيط وحتى لما نطلع اللوجو يكون اللوجو اللي هو بيسموه المونو جرام اللوجو سهل وبسيط ولا حافزت شكل الكاس خلاص يبص اللوجو هو ده الكاس الله فهي دي الفكرة منها عايزين الموضوع يعني يشد العين فهم يكون من الأول بالضبط احساسك ايه عادة دي مبرابن أهلي وزمالك أصلا يعني صح فكذا كده أهلي وزمالك ده هاخد الاهتمام كله لوحده حدش هيفكر في حاجة تانية صح بس الناس كلها بتتكلم عن الكاس الحمد لله انت كنت حاس بايه يعني يقول لي والله يعني أنا لا لا ده احساس تاني احساس تاني اه احساس تاني وبعدين الحاجات دي بتحطها كده اللي هو حاجات تاريخية اللي هو بعد عشرة عشرين سنة هنبدأ نقول مناسة الكلام على السوبر فانا كنت جزء من ده احساس نتكلم من دلوقتي اه من دلوقتي اه من دلوقتي احساس سنين عشر عشرين سنة عدلها بس عشر اياه كده كده بنقول الراجل العبكار اللي عمل الكاس دوت من مصر يعني من بلدنا يعني ايه تاني هنشوفه جديد الفترة الجاية كل تاريخ بطوات الكافة ان شاء الله كلها اه دولة ابطال افريكيا مسلا اه في الخطة بص احنا بنختار التويط المناسب اه يعني دارو الابطال في الخطة الكونفررية في الخطة اه كاس ام افريكيا اللي جاي في المغرب بيطلع برضو بشكل مميز تماما مالوش عقب كاس ام افريكيا في كوتيفور ان كل بطولة تطلع بص احنا عندنا نوعين من بطولات عندنا نوع بطولات الامم اللي بتاعت المنتخبات وبطولات الاندية بطولات الامم هتختلف هوية البطولة بناءة على كل بلد مستضيف فحنا لو في كوتيفور هنطلع بالالوان وشكل اللوجو بيمثل كوتيفور هايل في المغرب هيمثل المغرب لو في مصر وهكذا هايل بالنسبة لبطولات الاندية هتبقى الفكرة كلها ان احنا هي البطولة كلها الرمز بتاعها اللي بيارمز لها والفرة دي كلها بتتموت بعض طول الموسم عشان ياخد الكاس فدايما الهوية بتاعته هتبقى مبنية على الكاس انه هو شكل اللوجو بالالوان هتبقى بالكاس طبعا في الخطة كل بطولات الكافي انا مش عايز اقول فيه بطولة او بطولة لا بس هي فعلا كله بطولات الكافي احنا بدأنا اللي بدأت دي دي كانت بدأت في امو افريكا كوتيفور دي كانت الانطلاقة واحنا مشوين بقى ايه بالتدريج جيز سوبر في الطريق في قريب ان شاء الله كاس الكرة شطائية هيمكن البطولة الاهتمام بيها مش كبير بس مصر منظموها كمان من يوم 19 اليوم 26 هنا في مصر برضي تتلع بشكل جديد بعد كده بقى ايه وكل بطولة ببطولة هيتم التغيير تلع شكل جديد لجو جديد هوية جديدة وهكذا مش عارف السؤال لا ينفع اقوله ولا لا بس بطبع الحالي انت راجل بتشتغل مع الكاف صح خلاص مفهومة دي بس احنا زقنا عليك شوية قلنا لك عايزين نزبط كقوسنا ودورياتنا وده مش تتعرض مع صوري اكيد طبعا مش هيطا ايه ما حاش يقولك لا بساعدهم في حاجة يعني محدش داي مني في حاجة لأ أبدا بلدنا طبعا حد تتكلم معك قبل كده حتى لو بشكل ودي قالك افكارك ايه نعمل لا لا خالص ان شاء الله هيك اكيد يعني مفروض يعني المفروض يعني ان هم يتكلموا ناخد من شوية من خبراتك يعني من حبايا الحاجات بتاعت الصور اللي بقيت اللعيبة بتتصورها قبل المباريات وباشكال معينة الجزء داي باختصاتك افكارك انت مش من اختصاتي دا اكتر طبعا اللي هو التيم الديشتال او الشوشيال ميديا بس احنا بنستغل يعني نستخدم الصور دي يعني زي من دول البريفي اللي بيتكتب حتى نوصل نستخدم الصور دي في عدة استخدامات نستخدمها في التلفزيون التشكيل اللي بتاع أعلن ومين جاب جول وكل التفاصيل دي نستخدمها في الملعب في الماتش بيكون فيه الشاشة الكبيرة دي بيتعالن على يمين جاب الجول والتشكيل وكل الكلام دي استخدم الصور وطبعا استخدامها الاساسي بقى التاني اللي هو في السوشيال ميديا في الديزيينات بقى اللي بتعالن بشكل صور اللعيبة لما الفرق بتكسب لما اللعب بيجيب جول كل الحاجات دي هل لو عندك المعلومة هل الكاف كانوا او الناس بتوع الديجتال او السوشيال ميديا كانوا متفين مع اللعبين الاحتفال اللي هم يحتفلوا في الصور ده احتفلوا في ارض الملعب شايف الناس قالوا كده خالص ممكن يكون حصل صورة احتفال بس خالص ممكن ما فيش الكلام ده هو كل اللي بيطلب في طبيعا في الجلسات التصورية دي بنطلب من اللعيبة فيه صورة رسمية اللي هالا لو بيوقف بطريقة معي بالكام بروفايل بالزبط وفيه صورة احتفال بيبقى عايز ملاقي بصورة احتفال لان احنا نستخدمها زي ما قلت لك فاكتر المستخدمات يعني انت لو تراجع مواطسة التلفزيون فيه لعيج دي الججون لما نطلع بصورته بنطلع صورته بطريقة احتفالية صح مش يطلع صورة اللي هالا الرسمية او نواف جدة او حاط ايده ورى ظهره فنحاول دايما ان احنا نطلع صورته بشكل احتفال عشان ده احتفال بجون هل انت بتطلب من الكهف حاجات معينة يطلبوها من الاندية عشان شغلك بيحصل طبعا اه يعني ده من بيحصل طبعا زي ايه مثلا ابسط المثال مثلا اللجوهات احنا دايما يعني هو فيه اندية كتير بتغير لجوهاتها كتير على سبيل المثال حتى انا عارف ان الاهلي كان نادي بعد كده بقى شركة كورة فغيروا اللوجو الحاجات دايما انا بقى عايز برضو حافظ ادي نادي حق فانا دلوقتي لو هستخدم اللوجو فعايز استخدم له ده حق وطبعا ان هو يستخدمه اخر اللوجو لو هو غير فيه حاجة معينة لو بعض الاندية عندهم يعني عنده اقتراح معين او عنده سبب معين او كونسور المعين عايز ان احنا واحنا بنعمل الجرافيكس بنعملها لا ده طبعا بين نصك ما بين وميانة طبعا من بارك اخوتي بتفرج على فيديو بره نصر يعني كان بيقولوا ليه البرندات العالمية كتير من البرندات العالمية الكبيرة بدأت تغير لوجوز بتاعتها وتخليها بشكل اوضح وما فيهوش لعب كتير وطبعها بتغيرها سريح اشرح لي بقى عشان برضو ما فهمت احنا دلوقتي حالا حياتنا كلها بتقيمة على الموبايل يعني سيبك بقى من اللابتوب حتى ولا الايباد ولا التابلت ولا كل الكلام ده حياتا كناها على الموبايل في ظل التكنولوجي اللي احنا فيها دي والخناقة والتنافسية كل برند عاوز يزهر وانت الحجم على الموبايل بقى دي كده ففكرة اللوجو المعقد اللي فيه تفاصيل كتير ده خلاص ماتت لاننا دلوقتي في اظهر مساحة عاوز ابان عاوز اخلق حالة ما بيني وما بين المستخدم او المستهلك اننا دلوقتي حالا هو مجرد ما يشوف هيعرف من ده انا ده بقى ممكن ينظرك تحت لون اللوجو بتاعي شكله عامل ازاي رسمة خط معين ففي الاول فرحة خلاص انا ازهر اخلق حالة اننا ابني لي قعدة جماهرية او اشد المستهلك ده في ظل بقى التنفس ده ايه اسهل حاجة ناحية العين هترتاح له صح كده فحتى مثلا هتلاقي المسرع على سبيل المثال اغلب مواقع التواصل بيروح للون الازرق لان اللون الازرق ده اكتر لون مريح للعين بعدين دخلك بعد كده بقى مش عارف الدارك مود عشان هو عاوز تفضل تستهلك اكتر اللون اللي هيرياحك هتبقى موجود هيبقى موجود معاك بالزبط الله يا الدارك مود جاب معاك تمام اللون الازرق هيبقى تمام ابيض شغال كل حاجة هتبقى موجودة معاك لان في الاخر خالص العين بتبقى يعني فيه الوان وتناسب بحاجات معانة العين بتتشدلها بشكل تلقائي ايه رأيك في لجوهات الاندية عندنا والله فيه اندية لجوهات حلوة كتير وفيه اللجوهات كمان تاريخية يعني بس طبعا لا محتاجة تطور اه محتاجة تطور بحيث انه فيه اندية كتير تقولك لا انا مغيرش اللوجو بتاعي فيه اندية بتهتم فيه اندية لا يعني برضه بص هي الحتة دي يعني ما نقدرش نقول فيها فيها رأي انه هو لص لا بس اعاصد انه انا فاهم ان انت في الاول الاخر ده بقشان يدخلي كل واحد اللوجوه عايزه يعمله بس انا مكلمك على حجمة اللي انت كنت لسه بتشرحها دلوقتي فكرة التطور بيخليك تروح باللوجو بتاعك لا ماك انتهي يوفينتس يوفينتس ده اكبر مثال ده كان البداية الصورة في العالم ده وغيره بحاجة بسيطة جدا حتى الناس بتهزر ساعتها فين اللوجو بالزبط فاهم وكتير بقى بعد كده ان ده عامية الكلام ده فمش عايب ان احنا نغير صح مش الناس بتعامل معها ان هي لا لا خالص باللوقتي احد الكرة عاجبك انا قلتلك بص هو الموضوع ده ازواء بس في بعض الحالات في لجوهات بتبقى اللي هو ايه هو تاريخ شوية يعني زي مثلا ده بنقلتي مثال يوفينتس اللوجو القديم بتاع يوفينتس احنا تعودنا او كبيرنا علن اللوجو بتاع النادي ده لازم يبقى شكله كده كبير بيمثل شيلد ولا معافش يعني فيه تفاصيل كده كتير عشان يحس ان هو ايه لوكيما طب انا دلوقتي حالا الفيجن او الاستراتي بتاعتي عايزة توديني الفين هل انا عايزة فد الناس ولا عايزة ابدأ بقى حافظ على العراقة دي وان انا لسه لبس البدلة وفرد ظهري كده اه في كل واحد بالكونس بتاعه بالزبط وفي الاول الاخر مفيش حاجة غرب بس فيه تطور واضح لو انت عايز تطور تطور هو الطبيعي ان انا فوضى وقت بالتطور اه بس لو انا عاوز بقى افضل واقف ان انا بالتفاصيل الكتير والووقع واخد العراقة بقى ده تمام ده برضو مدرسة مش غلط بالزبط كده برحتك بس احسن انك تتطور تتطور عشان لاجيلك جديدة اه لاجيلك جديدة هو دلوقتي حالا يعني هي اللي هت يعني هو هيبقى مستهلك جديد هو هيبقى جمهورك الجديد صح مع الجنزي والجمهور اللي بيطلع الجديد انت عاوز بقى ايه تتطور فتبني قعدة جمهورك جديدة وتنطالك بقى وتنتشر صحية وليمي انا حقيقي ببسط جدا بالفاقرة معاك حبيبي ربنا احب من قلبي يعني مش بقولك كده مش بقول مجاملة لضيف بس انا فعلا ببسط واستفاد والله انا مبسوط والله مبسوط انا معاك وسمعت حيات كمان يعني مثلا بقولك الفيديو اللي كنت مبنح عمالها عايز افهم اه طيب برضو الرجل عمال اشرح يا سيدي اللجوهات اتغيرت ليه كنت سامع حتة في الموبايل كده في النص بس ما فهمتهاش بس انتشرح طالب شاكت الواضح جدا نورت الضاليا ونورك بجد والله وده انا موفق ومشرفنا جدا يا انا بشكرا شكرا لقاء حلو مع محمد غنيمي مدير التطوير الابداعي في الكاف الراجل اللي عمل لنا كاس السوبر الحلو ده كاس السوبر الافريكي اللي خدوا الزمالك في هذه البطولة كاس الحلو ده والزمالك خدوا يا بخت الزمالك ويا بخت الكرة المصرية كلها او جميلة المصرية كلهم من هم ما شافوا الكاس دوت يبقى اهلي او زمالك هم اللي بياخدوا ختام حلقتنا النهارده من رقم عشرة يا رب تكونوا استمتعتوا معنا اشوفكم يا رب على الدخول